أتمنى أن يكون الكل سامعني دلوقتي طبعاً هتكلم نهاردة كل الأسئلة وكل حاجة بتدور في دماغكم أنا جاي أستفيد أو جايين نهاردة نستفيد بكل تقيقة إن شاء وين ضايع وقت نستفيد بكل ثانية وكل تقيقة بس أنا قبل ما ابتدي أنا حابب أولاً أشكر المهندس عمر وحابب أشكر المهندس محمد أشرف جداً جداً وحابب أشكر بمقربيا كلها والشكر موصول لهم قبل أي بداية أو قبل أي كلام لازم نشكر المنصة ولازم نشكر بشفاندس محمد وبشفاندس عمر جداً جداً أتمنى أنتم تكونوا سامعيني وتعالوا كده نبتدي مع بعض النهاردة موضوعنا جاي النهاردة أتكلم معاكم على محتوى محدد محتوى إن شاء الله أتمنى أن المحتوى دا يفكوا جداً النهاردة بنتكلم عن المتاب الفني كام في ناس موجودة أنا هبتدي من الصفر أنا هتكلم عن موضوعات كتير جداً النهاردة أحاول إن أنا أعلمها معاكم بشكل إن الكل الموجود يستفيد بالقدر الكافي تعالوا النهاردة اللي احنا هتكلم tutaj اللهم نجوم الى اللهم نجدم جمعnicas сегодня الأول كده نشوف إيه الموضوعات اللي أحنا هنتكلم فيها هم الموضوعات اللي أحنا هنتكلم فيها هم الأول كده نشوف ايه الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها حبيت ان انا جمع النهاردة الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها دي الموضوعات اللي احنا شباب الموضوعات كاملة في الجزء بتاعنا الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هما 3 او 4 اجزاء الجزء الاول الجزء الاول يباشى مهندسين فيه عن مهندس المكتب الفني ده بالنسبة لأي حد داخل النهاردة معانا وحابب يعرف يعني مهندس مكتب فني وبعد ما نتكلم على مهندس المكتب الفني هنهندس المكتب الفني بشكل عام بحيث ان انت لو انت حابت تتخصص في جزء ما من الاجزاء دي نبدأ ان احنا نتكلم في الجزء ده بشكل او باستفادة كمان طبعا ده الجزء الاول يبقى الجزء الاول اللي احنا هنرطيه مع بعض النهاردة بشكل اتمنى يعني اتمنى من الله عز وجل ان يكون الجزء ده يعني باستفادة قوية جدا بس انك تخرج من الفيديو او تخرج من السيشن بتاع النهاردة او من المحاضرة النهاردة تكون عارف كل جزء المهندس المكتب الفني بيعمله تمام؟ طبعا الجزء التاني طبعا والجزء في ناس طلبته بالاسم هو جزء الشوب دروينج جزء الشوب دروينج ده بشواندسين هنصطفيد فيه في جزء الواحده وده انا هباعتبره الجزء التاني انا مخصص له جزء لان فيه ناس كتير اللي يعني شوب دروينج ويعني شوب دروينج الكونكريت ديمينشن ويعني شوب دروينج الستيل وهل الشوب دروينج ده بس الشوب دروينج ده بس هل هو شوب دروينج فقط لانشائي ولا فيه شوب دروينج معماري وفيه باق؟ طب يعني عايزين نفهم يعني شوب دروينج واهميته؟ وايه علاقته بتكنولوجيا البيم مستقبلا وخلال الايام دي؟ وايه اللي ينصحك بي قدام لو انت حابل الموضوع الشوب دروينج او ايه اللي انت المفروض تتعلمه؟ وايه البرامج اللي انت المفروض تتعلمها؟ ده الجزء التاني النهاردة من السيشن بتاعها تحيس برضو ان الكل يكون عارف احنا هنتكلم فيه ان شاء الله الجزء التالت وهو مهام مهندس المكتب الفني داخل منظومة التشريج والبناء وبس الجزء التالت ده احنا هنصطفيد في شرحه يعني احنا هنتكلم فيه بإذن الله بش مهندسين داخل الجزء اللي هبقى اقولك مهندس المكتب الفني بيعمل هنا ايه؟ أو مهامه هنا ايه؟ ومهندس المكتب الفني مهامه هنا بتكون ايه؟ يبقى الجزء الثالث هو الجزء اللي احنا هنتكلم ده الجزء اللي احنا هنستفيد او من الحاجات اللي احنا هنتكلم طيب الجزء الرابع بقى اللي هو جزء الاسئلة والاستفساراته ده اللي بإذن الله تعالى ان شاء الرحمن لكم وإنتم بحيث ان احنا نحاول برضو نفيد الناس في اخر نص ساعة من محاضرة النهاردة طيب احنا كده عرفنا النهاردة هنتكلم على ايه بشكل عام فبإذن الله تعالى كده كده مع بعض وبكرر تاني يعني لو انت بتش عارف مهندس مكتب فني فهتطار تسمعني العشر دقايق دول تمام؟ مهندس المكتب الفني هو يعني مهندس مكتب فني للأسف يا فرانسون الكلام ده يعني بشكل كبير يعني مهندس مكتب فني دي موجهة للمهندسين اللي لسه متخرجين الايام دي يعني المهندسين لسه متخرجين الايام دي هم الكلام واجه لهم بشكل اكبر مهندس المكتب الفني احنا انا اتخرجت من الكلية ما كنتش عارف يعني مهندس مكتب فني لما اتخرجت لقيت نوعين بس اتنين من المهندسين كان عندي مهندس ديزاين لان انا كنت 95% من دراستي كانت ديزاين وكان عندي مهندس صايت مهندس موقع فكنت ما بين زميلي او احنا كلنا كدفعة او كمجموعة عارفين ان الهندسة نوعين يا اما تنفيذ يا اما ايه يا اما تصميم اتخرجنا خلصنا جيش او اتخرجنا وما كانش عندنا جيش وخراجنا لسوق العمل بدأنا نشوف اعلانات مطلوب فيها مطلوب مهندس مكتب فني فبدأنا ندور وبدأنا نشوف هو يعني مهندس مكتب فني وهميته ايه وايه المهام اللي بيقوم بيه ده بعد فترة عارفنا ان مهندس مكتب الفني ده بيقوم بحاجات كتير جدا مهام مهندس مكتب الفني ديه باش مانطين يعني كمية مهام كل مهام كل مهمة والتانية او مهمة اهم من التانية بشكل كبير جدا طيب مهندس المكتب الفني الرواتب بتاعه كويسة مهندس المكتب الفني لو انت مهندس كسكيلز مثلا ما بتحب الشغل انت مهارات التواصل عندك او المهارات الادارية عندك لا تؤهلك بشكل كبير انك تبقى في الموقع بشكل كبير لا ده انا ايه ده انا حابب ان انا اكون مثلا موجود حابب ان انا اشتغل مش حابب احتكب الموقع ما بعرفش احتكب العمال تعبت صحيتي تعبت المهندسين الكبار اللي بيحبوا يغيروا الكارير بتاعهم من مكتب فني من صايت لمكتب فني طب انا راجل ما كنتش بحب التصميم في الكلية ما كنتش حابب التصميم في الكلية لا ده انت ممكن تشتغل مكتب فني ومش حابب انزل موقع المهندسات هم اكتر فئة يفضل لهم ان هم يشتغلوا مكتب فني مهندس المكتب الفني ده حتى المهندس محمد ريحان كان بيتكلم الاخر والصديق المهندس محمد ريحان كان نسميها وظيفة الاختبوت او شغلانة الاختبوت هي فعلا اختبوت ليه يا بش مهندس؟ لانك تقريبا حضرتك المفروض انك مليمه مرتبط بشكل كبير جدا بمهام كتير جدا داخل المشروع من مستخلصات من حصر من تسهير من ورقيات ريحة ورقيات جاية من المامة قانون المناقصات والمزايدات تب فيه مقاولة اخر في التنفيذ تب ايه المفروض نعمله تب ايه هي غرامات التأخير تب ايه المفروض نخصمه من المستخلص تب ايه صف المبلغ المستحق للصرف تب الدفعات المقدمة تب المفروض تب المفروض المقاول ده يتصرف له ايه تب بعد اذنك بش مهندس هنا نسبة الانجاز قد ايه كل ده المفروض ان المهندس المكتب الفني ملمي بيه لو انت مهندس شوف دروينج طب برضو احنا عاوزين نعرف كل ده وعاوزين نفهم ايه هي مهم مهندس المكتب الفني طب اتمنى الناس اللي موجودة دلوقتي لو سمعاني تكتب تامي يعني اتمنى برضو تأكيدا الناس اللي موجودة حاليا تكتب تامي طيب انا عاوز اعرف دلوقتي المهندس المكتب الفني ده بيعمل ايه تعالوا كده بش مهندسين مبدئيا نشوف انا كمهندس مكتب الفني بتخرج انا راجل خريك خلينا نتفق على مهندس المكتب الفني ده بش مهندس المفروض ان هو له زي ما قلنا مع بعض كده ان الراجل ده له مهام مهامه ايه اول حاجة انه يكون ملم بحاجة اسمها المستخلصات يكون ملم بحاجة اسمها حصر الكميات التسعير الورقيات المناقصات والمزايدات الجداول الزمنية الشوب دروينج والشوب دروينج جدا انا قلت اخصص له جزء محدد خاص به طيب في البداية احنا قلنا بنتخرج بنتضر ان احنا ننزل موقع عاوز اقول لك حاجة انت لو مش قاول موقع مش هتقول قاول مكتب فني ده في بعض المهام مش في كل المهام على فكرة قد تختلف او تتفق معا في اللي انا بقوله ولكن في مهام يقدر اي حد يعملها وعاوز اقول لك حاجة كمان ان شغل الموقع وشغل المكتب الفني اللي اتنين ما بينهم لين كده بمعنى انت لو شغال في الصيد في الموقع انت لو مهندس بتحتاج احيانا تعمل حصر كميات بتحتاج في بعض الاحيان تعمل مستخلص معلش انا لو شغال مع مقاول قاول والمقاول ده قال لي يا بش مهندس يا بش مهندس لو سمحت انا محتاج اعمل مستخلص المقاول ده قال لك كده انا محتاج اعمل مستخلص لأ سوري انا مهندس صيد لأ مش هينفع ابدا لان انت برضو من مهامك انت شغال مع مقاول مش معاول هيجيب مقاول خاص بيه لان انت بوجود تحت ايده بتاخد مرتب فرد انك تعمله مستخلص طب المفروض المستخلص ده عشان يتعمل المفروض يكون فيه كميات مرفقة بالمستخلص او كميات داخل المستخلص فعموما يا شباب بس عشان يكونوا واضحين ان مهندس المكتب الفني ده مهندس المكتب الفني ده المفروض ان هو المفروض مهندس المكتب الفني ده رابط كبير جدا ما بين مهندس الصيد ومهندس التكنيكا الوفيس انتك لو حابب تشتغل صيد المفروض برضو تكون عارف مهام كتير جدا يبقىaniت اتفاقي مهندس المكتب الفني كنتrijk في مدينة بدرو فنات البتراطف وانا كنت اطلب كميات حديد لان ما كنت اطلب كمية الحديد لان ما كنت اعرف تطلب كمية الحديد سريعاً تعالوا نتكلم مع بعض المهندس المكتب الفني دعنا نشوف مهامه وايه الحاجات اللي هو بيعملك وايه المطلوب منه وايه المفروض يكون يجدها في السوق يعني ايه اللي انت المفروض تكون عارفه خلينا نتفق كده ونحطه رولزة اولية انت من بعد بتخربك لو سمحت المفروض تكون عارف توكاد واكسب دول هما ايديك ورجليك هتشتغل في اي مجال سواء مكونت سايت او مكونت تكنيكال اوفيس او هتشتغل ديزاينر او في اي حاجة يا جماعة اتعلمه توكاد واكسب ده اساسي برنامج الاوتوكاد وبرنامج الاكسل ده قبل اي كلام الكاد والاكسل دول اساسيين معك نيجي بقى بعد كده انت حابب تتخصص في ايه تعالى نتكلم النهاردة اول حاجة بيعملها مهندس المكتب الفني هي المستخلص طب السؤال دلوقتي يعني ايه مستخلص يا بش مهندس تعالى نشوف النهاردة كده يعني ايه مستخلص بص المستخلص ده ببساطة المستخلصين هو عبارة عن وسيطة حتة ورقة تعالوا كده نفتح الكلام ده مستخلص ده وثيقة زي اللي قدام ساعتك دي كده بش مهندس المستخلص ده وثيقة طبعا ده نموذج مستخلص بسيط جدا جدا وعلى فكرة النموذج ده انا ممكن ارفقه لكم كمان بالفيديو المستخلص ده بش مهندسين من الحاجات المهمة جدا لما يكون في مهندس من الباطل او شركة مقاولات عامة عاوزة تصرف مستحقاتها ايه اللي المفروض بتعمله؟ المفروض ان شركة المقاولات العامة دي عشان تصرف المستخلص بتعملها بتعمل ورقة اسمها مستخلص المستخلص ده بيتعمل على الاكسل انا ببدأ من الصفر بحاول ان انا فاهم الناس باول جزئية يعني ايه مكتب مالي تعالى نشوف يعني مستخلص المستخلص ده بيتم طبعا التعاقد التعاقد ما بين المالك الاونر ما بين المالك اللي ممكن يمثله الاستشاري الجهة الادارية عموما اللي يمثله الاستشاري في نص التعاقد بيكون في مدد محددة لصرف مبالغ مالية المين المستخلصات عموما احنا ممكن نصنبها في مستخلص اسم المستخلص جاري وفي مستخلص تاني اسمه المستخلص ختامي اخر مستخلص في المشروع اسمه ختامي ليه؟ لان المستخلص دي بتتصرف كل فترة زمنية محددة يعني فيه مستخلص شهري فيه نصف شهري فيه اسبوعي على حسب الاتفاق يا بش مهندس على حسب الاتفاق مع الأونر أو مع المالك في نص التعاقد قبل دخول المشروع بيتم معرفة مودة صرف المستخلصات أفتكر الكلام ده إحنا كلنا عارفين طب تمام كويس جدا طب تعال يا بش مهندس نعرف معلومة تانية المعلومة التانية يا محترم أن المستخلصات دي ترقمية يعني إيه ترقمية؟ ترقمية المستخلص ترقمية المستخلص يعني يا شباب يعني لو أنا بعمل مستخلص شهر اتنين المفروض أخذ أكتب أخذ كل مكتوب في واحد أحطه في اتنين طب لو عاوز مثلا أعمل مستخلص ثلاثة المفروض أخذ اللي اتنين أحطه في ثلاثة بس خلي بالك اتنين ده أساسا كان فيه واحد معنى كده من المستخلص الختام اللي في آخر المشروع هيكون فيه إياه بشوهندسين هيكون فيه تقريبا لاحظ كده بشوهندس عاوز أوريك حاجة ده مستخلص واحد جاري فلما سيادتك تنزل تحت كده هتلاقي ان هنا عزل المسلحة والسيميلات بس هتلاقينا زودنا عليه اللي هو بند رقم البند رقم تمانية لحد البند رقم كام لحد البند رقم ستة يعني من الآخر يا محترم هتلاقيك انت مزود دول كده دول كده اللي تنفذه في شهر كام في شهر اتنين سؤال يا هندسة سؤال لها حضرتك هو المستخلص ده بش مهندس مهم يا هندسة انت اساسا حتى لو تشتغل مهندس سايت انت المفروض اساسا تكون بتعرف تعمل مستخلص يعني المستخلص ده شيء لابد منه انت المفروض تكون ايه لا با انت المفروض تكون اساسا بتعرف تعمل مستخلص حتى لو انت هتشتغل في الموقع يا بش مهندس تمام جدا طيب تعال بقى نتكلم في نقطة تانية المستخلصات دي بتحط فيها كميات اللي شركة المقولات بتنفذها بتتحط بتتحط احنا مثلا نفذنا يенко المستخلص ده بيتصرف كل شهر احنا نفذنا مثلا خلال الشهر ده نفذنا مثلا اعمال خرصانة عادية يبقى المفروض اعمال الخرصانة العادية الشهر ده اعمال والمستخلص خلال الشهر ده تتحط فالمستخلص عملنا عزل عملنا حفرة عملنا اواعد مسلحة الكلام ده كله يتحط دوه المستخلص يا بش مهندس طب تمام جدا يبقى انت المفروض كمهندس تكون هيئة المستخلص ده طب ايه هيئته او ايه الشكل العمل المستخلص ده انا عندي هنا حاجة ستحصها رقم البند خلاك شوية معلومات وان كانت بسيطة بس بتفرق من مهندس التاني لو هو بيعرف يعمل مستخلص رقم البند ده بش مهندس رقم البند ده هندسة من الحاجات المهمة جدا طب تعال هنا نشوف رقم البند ده كده هندسة مفروض عندك بيبقى عندك حاجة Mississippi المؤيسة ده يا هندسة بيبقى موجود في البنود اللي هتتنفذ اتت بتلتزم بترقيم البند في المؤيسة بمعنى تعال كده نشوف، انت لو مهندس ما لنتش عارف يعني ايه مؤيسة تعال نشوف يعني ايه مؤيسة تعال نشوف ايه علاقتها بناء قليل المستخلص لان كل هتلاقيها كلها مخدمة على بعضها هتلاقي كل الورقيات مخدمة على بعضها دي مؤيسة يا شباب. دي مؤيسة أعمال. دي كده مؤيسة أعمال. دي كده مؤيسة أعمال. مؤيسة الأعمال اللي قدام ساعة تجديد دي بيتكتب فيها البنود اللي هتتنفس في المشروع. وعلى فكرة انت كتكنيكا الأوفيس عند الاستشاري بتعمل حاجة اسمها كراسة الشروط دي بيكون موجود فيها اللي هي المؤيسة. يعني انت أساسا كمهندس مكتب فني كمهندس مكتب فني تكنيكا الأوفيس تكنيكا الاستشاري. المفروض ساعتك. المفروض حضرتك تعمل المفروض تكتب منطوء البنود بالمؤيسة. طبقا للمواصفات. وده أساسا منتلم عليها أساسا في الكورس. يعني دي من المواضيع. ولكن ده مش دلوقتي. ده مسابق لهواني. عموما أنا اللي يهمني رقم البند ده. يبقى وانا بعمل أي مستخلص يا محترم. يبقى وانا أي مستخلص. المفروض ان انا بلتزم بحاجة. ايه الحاجة اللي انا بلتزم بها؟ المفروض ساعتك ان انا بلتزم. المفروض ان انا بلتزم بعمل ايه؟ ان انا ساعتك هنا بلتزم بعمل ترقيم البنود داخل زي ما هي موجودة في المؤيسة. يعني باخد الترقيم من مين؟ باخد الترقيم اللي موجود في المؤيسة هنا اروح اكتبه في مين؟ اروح اكتبه في المستخلص. تمام جدا يا هندسة؟ تمام جدا. حلو. يبقى النقطة التانية في عمل مين يا بش مهندسين؟ في عمل المستخلص. تعال كده بش مهندس نشوف وكذا الان اتنفذ آن ا ذا اختفاء المستخلص شخص شخص ولا اكتبه في02 العابد ان هاندي... يعني لي بيان الاعمال دا هو البندا اللي انت المفروض محترم تعمله داخل المشروع. في بيان الاعمال دا يا هندسة كويس جدا. يعني بيان الاعمال دا هو المفروض اللي انت ساعتك المفروض تستخدمه يعني البندا لانت المفروض نحتوه في ا Ruth ده يعني الأعمال اللي هو اللي موجود قدام ساعتك ده ده اللي المفروض اللي المشروع لو هيتنفذ هيتنفذ يا بش مهندس المفروض لو المشروع هيتنفذ بتكتب فيه البنوت بتاعت المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة دي طيب وحدث القياس وحدث القياس دي هندسة يا بش مهندس مش المفروض ان الاستشاري أو الجهة الإدارية أو الجهة الملكة مش المفروض ان الاستشاري ده بيكون ميديك أساسا الاستشاري بتاع المشروع مش بيكون أعمال للبنود المنفزة تقلل المواصفات فالمفروض البنود دي هتتحطي فين؟ هتتحطي في المستخلص هتكتب جوا المستخلص تمام جدا مرفق معها واحدة يبقى أنا عندي بيان الأعمال وعندي رقم البند وعندي بيان الأعمال وعندي هنا وحدة القياس وطبعا كل بند له وحدة قياس مختلفة أو كل بند له وحدة قصة بيه تمام يا باشوهندس طيب تعالا كده باشوهندس نتكلم في موضوع تاني الكمية الكمية دي برضو هنستفيد فيها بإذن الله وهقول والفرق ما بده الحصر الفعل والهندس الكلام ده كله هنغطيه وهنتكلم كمان عن الفعل طيب المفروض المستخلص بيمشي ازاي؟ أنا كتأول الانترفيو لي كما كتب قاني كتكنيكا الأوفيس في المستخلصات بص دي الكمية بتاعت الشهر اللي فات بمعنى شباب لو انا بعمل مستخلص شهر اتنين وانا كنت عامل قبل كده مستخلص واحد واحنا ما اتفقيه بعضه من المستخلص طراقومي يب كمية دي مش هتبقى خلي بالك الكمية دي جاي من اين ده مستخلص اتنين جاري يهو المفروض الكمية دي جاي من اين لاحظ كده؟ أول ما بدأنا أعمال الحفر في المشروع او بدأنا بصفر وبعدين الحالي زائد الحالي بيديني إجمالي المفروض ساعدتك يكون معاك ألم هجاوب على كل الأسئلة بس المفروض ساعدتك دلوقت لو عاوز تسجل نوتس يكون معاك ألم وورق تستفيد او بحاجة تسجل نوتس اما المفروض عندي سابق والمفروض السابق زائد الحالي بيديني إجمالي فالمفروض اعمال الحفر دي كتنوجوده في شهر واحد يبقى السابق زائد الحالي بيديني إجمالي يا بش مهندس تمام جدا عندي هنا حاجة اسمها نسبة الصرف في المستخلص يعني نسبة الصرف يا بش مهندس في المستخلص بص يا هندسك ببساطة ببساطة انا هديكو فكرة في كل يعني انا حاول لانا بقدر ما يمكن اخد حوالي تلتي ساعة في كل وزن المستخلص دي المفروض ان الكميات اللي بتنفس جوه المشروع يا بش مهندس الكميات دي المفروض مش كلها لازم تخلص في نفس الشهر فالمفروض ممكن ديجون بند اعمال الحفر ده مكمل في شهرين فالمفروض ان احنا بنعمله تعالية لنسبة الصرف بمعنى ممكن في الاول نصرف له 50% ممكن نيجي الشهر اللي بعد نصرف له 80% ان احنا نزودنا 30% على 50% فبالتالي صرفنا كاما بش مهندسك زودنا نسبة الصرف يبقى دي بتستخدم في التعالية في تعالية نسبة الصرف ممكن تكون نفسها عليها ملحوظات فبالتالي هتلاقي ان قيمة الاعمال كلها يعني مثلا احنا بنعمل مثلا بند اعمال وليكن بند خرصانة مسلحة باسم الله لقينا فيه تعشيش لقينا فيه محتاجة معالجة لانا ان مثلا بند زي العزل ماينفعش الدوله نسبة صرف وخلي بال ساعاتك المفروض نسبة الصرف بتتضرب في الاجمالي بتتضرب في مين او نسبة الصرف في فئة النسبة الصرف في الاجمالي في الفئة بيطلع لي حاجة اسمها جملة مين يا بش مهندس بيطلع لي حاجة اسمها جملة الاعمال الاعمال دي اللي غرف لمين هتتصرف للمقاول ببساطة يبقى انا عند دلوقتي سابق زي بالحال بيديني اجمالي وهنا نسبة الصرف نسبة الصرف لما تتضرب في الاجمالي وتتضرب في الفئة في المؤيسة بتديني مؤيسة تفيه سؤال دلوقتي يعني ايه فئة بمؤيسة فئة البند ده بش مهندس اللي هو سعر البند يعني سعر المتر مكعب حفر يعني سعر المتر مسطح او المتر مكعب خرصانة عادية حمال الردمي دي بالمتر مكعب سعر المتر الواحد هنا 35 طبعا هنغطي موضوع التسعير وهنتكلم فيه وهقولك ايه اللي المفروض تحتاجه عشان تكون شاطر في موضوع تحليل الاسعار تمام يا هندسة تمام اعتقد واجزم ان المفروض ان انت دلوقتي خدت فكرة عن المستخلص ان السابق زي بالحال بيديني اجمالي وان انت عندك نسبة صرف المية في المية تمام وان انت عندك مؤيسة وان الفئة بالمية اللي هو سعر الواحدة الواحدة سعر الواحدة الواحدة من البند سعر المتر مكعب الواحد السعر المتر المسطح الواحد اللي هو سعر البند طبعا عندك هن العزل العزل ده بالمتر المسطح بس حاجةيك سنوها مقطوعية المقطوعية دية يا شباب اللي هي اللمب صم اللمب صم او ان انا بقدر اخد الحاجة بنسمها بالطريقة الدرجة بالطريقة المصرق a shake group بقدر ان ان اخذ بعضها فانت لوينت عندك مقطوعيات المفروض المقطوعية دي هنا الحالي بواحد الإجمالي بواحد بس بتصرفي 100% فبضرب أنا هنا بقى المقطوعية اللي هو قيمة الأعمال للعملية في 1000 جنيه فالمفروض يا بشوهندس العشر تلاف جنيه دول اللي هو قيمة أعمال العزل بالكامل تمام؟ فالعشر تلاف جنيه هتتضرف في 100 على 100 وهتتضرف في واحد سواء انت عشان تعرف تعمل مستخلص أي ده أو انت عشان تعرف العملية دي كلها المفروض انت تكون بتعرف تعمل ايه المفروض ساعدتك يا بشوهندس تكون بتعرف ايه يا بشوهندس بقى؟ اعوز اعمل مستخلص المفروض اكون بعرف اكسل المفروض اكون بعرف اكسل المفروض اكون بعرف ايه كمان يا بشوهندس اه ده انت المفروض كمان خانة الكمية دي المفروض تنحصر ليه؟ لسبب بسيط تعال هنا كده بشوهندس خانة الكمية دي موجود فيها سابق وموجود فيها حالي وموجود فيها اجمالي فالمفروض النسيات نيات يا شباب بكمية أعمال الحرف دي كمية خرصانة الأواعد العادية دي كمية خرصانة الرد دي الكمية اللي هيتم المحاسبة عليها يا محترم بس دعنا عاوز أقول لسيادتك معلومة في غاية الأهمية لو أنت ما بتعرفش تحصل هقول لك حاجة في الشركات الكبيرة يا بش مهندسين الشركات الكبيرة المفروض اللي هي الشركات في أعولة وتانية المفروض كل مهندس بيكون له وظيفة خاصة بيه كتكنيكا الأوفيس في مهندس بيعمل حصر كميات عشان يخدها ويروح مهندس المستخلصات يعمل المستخلص وفي مهندس تاني المفروض أنه هو بيعمل كوست استيميل المفروض أن الراجل ده بيعرف يصعب يعرف يعمل تحليل أسعار تمام يا هندسة؟ تمام فهو برضو المهندس ده خاص بموضوع مين؟ بموضوع التسعير بس أنت لو شغال معمقاول مثلا أو شركة فئة ستة مثلا أو فئة خمسة المفروض قد أنت ممكن أساسا تضطر أن أنت تعمل تحليل أسعار تلاقي نفسك بتعمل إيه؟ تعمل تحليل أسعار تلاقي نفس غصبا عنك غصبا عنك بتعمل مستخلص وتعمل كمان حصر كميات يعني خلي بالك مهام مهندس المكتب الفني في الشركات الكبيرة المفروض مهام مهندس المكتب الفني مقسمة أساسا المكتب الفني في الشركات الكبيرة يا محترم مهام مهندس المكتب الفني في الشركات الكبيرة يا بش مهندس يا محترم المفروض أنها مقسمة على مين؟ مهام الفني دي مقسم على مين؟ على كامل المكتب بيكون فيه مكتب وشركات الكبيرة على الفكرة بيكون لها جزء خاص بالإيه؟ جزء خاص بالبلانينج، جزء خاص بالإدارة، ولكن للأسف يا هندسة، ولكن هستقبل كل الأسئلة لا هوا الأشكال دي هندسة بتترسم لوحدة تمام تمام هما ممكن اه ماشي 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 وانس محمي تعالوا بس نكمل كده مع بعض تعالوا نكمل مع بعض بحيث ان احنا نخرج بأكبر استفادة يبقى ما المفروض يا هندسة دلوقتي ضد مستخلصة عشان تعمل مستخلصات لازم تكون بتعرف اكسل ده أنا بكلم واحد ما يعرفش اي حاجة عن المكتب الفني بعرفك ان الحاجات دي كلها معمولة على شيك اكسل بس انا هنا فتح ملف في بيدي اف يعني ان هنا فتح ملف في بيدي اف عاجي جدا هوا طب تمام يبقى انت عشان تعمل السابق زي دي الحالي بيديني اجمالي وعشان تسيف الفايل ده وترجع تضيف عليه تاني الكلام ده كله يا بش مهندس يا محترم بيحتاج اي هاملو؟ يا هندسة بيحتاج اكسل تمام تمام كويس نتكلم احنا النهاردة على جزء تاني يبقى حصر الكميات اول حاجة المستخلصات المستخلصات دي اللي بيعملها مين؟ اللي بيعمل يا بش مهندس اللي بيعمل المستخلصات هو مهندس التكنيكال اوفيس اللي موجود عند المقاول اللي موجود في شركة المقاولات اللي بتنفذ يروح اللي مفروض هتتصرف للمقاول فالمفروض انا كاستشاري قبل ما بدي للمستخلص ده الابروف ده وبرح وديه للمالك يصر بقى يطلع الفلوس لا المفروض ان لا ده العملية دي بتتم انت كتيكنيكال اوفيس عند الاستشاري لو انت شغال عنده هترجع المستخلص ده لو انت موجود في شركة المقاولات لا يا باش انت اللي هتعمل المستخلص ده يا محترم تمام كده يا بش مهندسين فدي كده اول جزئية يبقى احنا بشكل عام عيفنا عن ايه مستخلصات طب تعالى كده كمان يا باش مهندس نكمل في الجزء التاني بص يا هندسين جزء حصر الكميات ده من الاجزاء اللي انا يعني حابب اتكلم واصطفيد فيها جدا انت كمهندس ماكتب مني المفروض بتعمل حصر بص مهندس سايت نفسه لازم يكون بيعرف يعمل حصر حصر الكميات ده من الاساسيات بس انا النهاردة هفكأك بكم معلومة كده اغلبنا ما نعرفهاش على اليوتيوب ما تقلتش احنا عندنا كمية الفيديوهات على اليوتيوب حصر لا حصره لها يعني ايه يعني انت لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير جدا بتشرح حصر هتلاقي يعني استاذة يعني اكبر منهم المهندس احمد حسن بيشرح حصر عندي على القناة بشرح حصر هتلاقيين عندي على القناة بشرح حصر المهندس الفاضل استاذنا كلنا مهندس محمد الصادق مهندسين كتير جدا في دوراتهم هتلاقيهم بيشرحوا الحصر. ولكن احنا نفتقد لمعايير الحصر. انت كمهندس عشان تكون مهندس شاطر. وتكون مهندس كوالي مفروض. المفروض يا هندسة عشان تعرف تعمل حصر كميات. هندسة نمسح. احنا بس ايه. من главное نمسح الحاجات دي. من الم 125 يلسط نمسح حصر الكميات. ا extras يبلغ الان تعمله لو انت حابب تعلم حصر الكميات. نخذ دا فكرة عن المستخلص. فكرة ما ب positivity. بص يا هندسة ده حصر الكميات ده مشروع مشروع يعني ايه يعني ده دي المؤيسة بتاع المشروع دي المؤيسة بتاع المشروع يا باش وانس المفروض انت عشان تعمل حصر الكميات خلينا نتفع على اتفاقية الحصر يا شباب نوعي في حصر اسمه حصر مبدئي الحصر التعاقدي ده اللي بيكون موجود جوه كراست الشروط ده اللي بيكون موجود في خانة الكمية هنا المفروض ان هنا كده مثلا تعال كده هنا هندسة قبل ما نروح على الحصر خش على مين؟ على المؤيسة تعال نفتح اي مؤيسة مثلا وليكن مثلا مؤيسة الأظهر تعال كده نشوف ايوه الكميات ده ده حصر ده حصر ولكن ده حصر ايه؟ ده حصر انا بسميه انا حصر سريع حصر بالحب انا بسميه كده ده حصر بيستخدم فيه حاجة اسمها الاسبات الحصر ودي حاجة انت لو سرشت على اليوتيوب هتلاقيها اسمها الاسبات الحصر ودي يا شباب بتطلع لكميات ولكن الكميات ده كميات اولية اللي بيحط الكميات ده في الغالب هتلاقيه الاستشارة تقربية اولية داخل المؤيسة المؤيسة دي اللي هي المؤيسة التقديرية المفروض ان الكميات ده هي كميات قد تقول للزيارة او المقص فالمفروض ان داخل التقدير عقود الاستشارة بيقول لك تقربية فبعد إيه النسيادتك المفروض بإنسيادتك ترجع تعملح حصرة تاني خلينا متوفقين على الكلام ده ولو إنت فاهم اللي أنا بقوله اكتب تم بحشان أحسن أن النسرة الأغذية معي يعني لو إنت فاهم أقول ل It's funny يبقى المفروض دلوقتي أنا عندي دلوقتي أنا عندي دلوقتي يا بشوهنس يا مدهما طرب كميات تقريبية عندي 죄송 إحنا أنت طلعة خليك يا بشوهنس معي أنا عندي كميات تقربي تقولي زيادة أو النَّاس أنا المفروض كθηك اما المفروض كتكنيكال اوفيس اهو انا دلوقتي بعمل حصر عندي مين عند المقاول هل هاخد كميات دي عشان احطها في المستخلص مش احنا قلنا المستخلص بيبقى في حاجة اسمها الكمية شايف شايف كله النفب على بعض اهو يعني الكمية دي المفروض انا راجل بعمل مستخلص ركز معايا بش مهندس كده او فوق لو دي اغنية انت هتسمعها لو انا بقول اغنية او في حاجة جيمز انت هتركز فيها ده الكلام اللي بقولولك ده مهم ركز معايا بش مهندس الله يكريمك بص اسمعني انا عندك مش احنا اتفقنا ان احنا عندنا حاجة اسمها مستخلصات وقلت لك المستخلصات دي بتحط فيها الكميات يبقى المفروض الكميات دي سليمة ولا لا لأ لسبب بصير لو الكميات دي مسليمة طب بش مهندس هو انا هاخد الكمية اللي موجودة في المؤيسة في الغالب طبعا مش هتاخدها لانت المفروض تعمل عليها تشيك فالمفروض ترجع تعمل حاجة تانية اسمها حصر ايه؟ حصر تفصيلي يعني حصر تفصيلي يعني الكمية دي 3900 هلان انا مثلا هوافق بيها؟ لا انا بروح اعمل ايه بقى انا مفروض كمهندس تيكنيكال اوفيس موجود في انيا بش مهندس يا محترم المفروض كمهندس موجود في شركة الماعمل ايه؟ اعادة حصر بمعنى بص كده هندسة بص على المشروع معموله حصر مشروع اللي بدان ساعدتك ده ده مشروع معموله حصر كميات حصر كميات بس حصر تفصيلي ما ازاي الحصر بتاع الاستشاري؟ قلنا اني في الاستشاري بيحطه في المؤيسة اللي هي بتجيلي من عنده لا ده 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 حصر مبدئي انا بقى كمهندس المفروض اعمل حصر ايه؟ حصر تفصيلي تعالى نشوف كده شكل حصر التفصيلي ده عامل ازاي بص يا هندسة ركز معي اللي كريمك ده دي شايف كل بند من بنود المؤيسة معموله فايل خاص بيه؟ بس هفجأة اكتر تعالى كده نخش مثلا على بند اسمه بند الخرصانة الجهزة بص هتلاقي ان البند ده شيت اكسل مرفق بمين؟ مرفق باللوحة يعني ايه؟ مهندس ده تعالى كده نشوف المشكلة في الحصر المشكلة باش مهندس عاوز تكون شاطر في الحصر وضح الحصر بتاعك خلي كل شيت اكسل مرفق باللوحة Salesforce حسناً ده بند الخرصانة الجهزة صح او بالصح؟ ده بند الخرصانة الجهزة هو يابش مهندسي اشتركوا في القناة 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 حصر مش موضحة بلوح تبالا هرجع وراك الحصر ازاي ما هو حصر تفصيلي لان الكميات دي مش ارقاب يا باش اهندسين الله يكريم الكميات دي المفروض بتتحول لفلوس المفروض الكميات دي اساسا هي في الاخر وفي الاول فلوس فالمفروض ان انا انتبه وانا بقدم الحصر بتاعي يكون حصر مرفع ومفصل بلوحة وشي تكسب يا جماعة ده اساسا حصر تاني حاجة انت بتحصر ازاي انا دلوقتي عرفت اطلع عن حصر انا كده عرفت ان الحصر لازم يكون بشيت اكسل وايه ولوحة كل بند بحصره بشيت اكسل ولوحة وكل حاجة تكون فايل لوحدها تمام ممكن تسميها يا هندس المش مهندس في مهندس هنا بيسأل بيقول المفروض البلاطات تكون محددة بمحاول في الاكسل مش شرط يا هندس انا ممكن اسمي كل بلاطة لوحدها اس واحد اس اتنين اس تلاتة ده بيرجع لمين ده بيرجع للاستشاري عموم ده بيرجع لطريقة اللي هو هو عاوز يستلم الحصر شكله عامل ازاي يا اما بالمحاور والاكسات يا اما كل ايه يا اما سمي كل حاجة لوحدها بس خلينا نقول حاجة خلينا نقول حاجة المفروض يا بشقه هندس يا محترم المفروض اسمع ان يركز معايا انا باحصر طبقا لايه باحصر فعلي يا اما انا باحصر هندسي تب اسمع كده هندسي يعني ايه يعني طبقا للكود هو في حاجة اسمها كود ومواصفات هو الحصر ده فيه طريقة متفق عليها ايوة المفروض ان فيه كود متبع تبع كل دولة احنا مثلا عندنا في مصر عندنا مواصفة المواصفة دي احنا بنحصل على اساسها بمعنى البياض الخارجي مثلا واجله ايه في الحصر طب تمام طيب الخرصانة لو قلت عن ايه تكون بالمتر مسطح طب المفروض الدهنات بتعامل معاملة البياض البياض ده يا شباب اللي هو اللي بنسميه الياسر او بنسميه المحارة فيه فرق اللي هو بيكون ورد دهنات يعني لو محدش عارف عن ايه بياض موضوع فروق الاسعار ده موضوع تاني خليك بس معايا بش مهندس مهندس حزم خليك معاه في اللي انا بقوله موضوع فروق الاسعار ده قصة تانية خلص بس خلينا نقول لها ايه خلينا اقول لك انت سيادتك يا ام تحصل حصر يا ام سيادتك تحصل حصر فعلي يعني حصر فعلي يعني حصر تبقى لمين للواقع يعني بتنزل انت والمقاول انت والمقاول انا كاستشاري مثلا انا بنزل انا والمقاول بنزل ونحصر من الموت وفيه حصر تاني ده على حسب الاتفاق اللي بالك فيه حصر تاني تبقى للكود تبقى للمواصفات ده متفق عليه ده جمع الحصر ده يعني مثلا حصر اعمال البياط حصر اعمال الديهنات المفروض يكون كل حاجة لها اسس فالمفروض ان الاسس دي موجودة في حاجة اسمها ايه المواصفات الكود يا بشهدس والحاجات دي انا على فكرة جايبلك لها كمان ايه لاحص كدا معاي اه يبقى ده الحصر كل حاجة لها اهukan اله اهعد وستحبلك لها كمان بتحصل بانهات بلًا مواجدين على حقيقي هاد هنا حieves teman مواصفات دي انا لما اراها انا لما اراها ابدى ان انا اعرف ابدى ان انا اعرف اذا انا ادأة ان اعرف ايهotomان لها بلfting ابنى εنا جا رن Clone ده بيتحصل 1959 وعلى فكرة لما بقرأ الكود أو بقرأ المواصفات ده موحد يعني كل الناس ستحصر زي المواصفات الحصر بتاعك في الحالة دي نسمح حصر هندسي تبقى للكود وتبقى للمواصفات تمام يا هندسة؟ يبقى الحصر دلوقتي يا إما حصر فعلي في الموقع ده بننزل محصن من الموقع وده مفوش في أي أنا والمقاولة هنتفع على طريق حصر معينة على فكرة مقاولين البطن أوقات بيقولك أنا مليش دعوة بالحصر لما بين شركة المقاولات العامة وما بين المالكتها حسبني فعلي أنا النهاردة مثلا عملت طريحة أو عملت كمية مهددة حسبنا عليها هتيجي تقوله تعالى نتحسب هندسي هقولك لا باشا هندسي ده مش بتاعي حسبني أنا المفروض الحاجات دي يتم الاتفاق عليها نسبقا عشان وانت بتحسبه على كمية معينة يجي يقولك لأ ما تحسبنش بالطريقة دي أنا بتحسب بالطريقة الفلانية يبقى يا باشو مهندسين نوضح بقى عشان بس الكلام ده يقول يعني فيه مهندسين كبار أنا والله الكلام ده أنا يعني فيه ناس يا جماعة ما بتعرفش الفرق ما بين الحصر الفعلي والحصر هندسي فيه ناس ما تعرفش عنه حصر تفصيلي وحصر أولي الحصر أولي اللي أنا ورتقولك في المؤالكات موجودة جنب اسم البند الحصر التفصيلي ده الحصر اللي أنا بعمله عشان هتحسب عليه تمام يا هندسة؟ تمام طيب لا يا هندسة مش لازم هندسة لما تجي تتحديد أمن اللوحات لما تجي تتحسب حصر فعلي بأمن الموقع ما ليش دعوة لو الكمية في الموقع أزيد من الموجودة في اللوحة بيتم تعويض ده أساسا أثناء التسعير بيتم هنا في الحالة دي عمل فرق سعر في الفلوس مش في الكمية يعني إيه؟ يعني ببساطة حصر بند الحفر في الموقع بيكون فيه ميول وبيكون فيه رفرفة المفروض في اللوحة ما فيهوش ميول ورفرفة مثلا سي مثلا مفيهوش ميول ورفرفة المفروض ان انا سهället أحصره من اللوحة بدون ميول وبذون رفرفة يبقى م نهاية يعني أنها أحصل؟ المفروض ان انا بند الحفر في اللوحة تستطيع أقل منه حاصر في الموقع طيب أنا حاصر النهائي هذا المفروض أن المئتري، اذا ما سهلالت الحصر عن اللوحة يبقى؟ الكمية اللي موجودة في اللوحة السب possibility سعرها لـ LogJった bush equals 1 فقط.. اتمنى تكون لحدة تتوضح فعلا تعاقديا من البداية المهندس طبعا طبعا طريقة التسليم تتوضح من البداية تعاقديا وطريقة الحصر تمان يا هندسة؟ تمان كويس جيد تعال يا هندسة نتكلم فى حتة ثانى انا اتمنى بيبقى ini لازم يكون واضح لو هو حصر تفصيلي لازم يكون واضح لو هو حصل تفسي هقول له حاجة باندس ده تعالوا كده نشوف يا شباب تعالوا كده نشوف حاجة زي تعالوا كده نشوف أتمنى شايف ده إيه ده باندس مو باندل عزل اسمع كده باشوهندس آه باندل عزل اقرأ كده هندسة بس اقرأ كده آه باشوهندس اسمعني كده بس يا هندسة خليك معايا وانا هجاوبك على كل الأسئلة بتاعك باشوهندس عمرا انا هجاوبك على كل الأسئلة خليك بس معايا اتمنى انا هفتح نص ساعة في الآخر اتجاوبك عليك مفيه سؤالة اللي مش هجاوب عليه تعالوا هنا كده هندسة شوف باندل عزل ده آه باندل عزل ده شباب اللافاف دي اسمعها لافاف الانسومات أو الممبرين المفروض ان هنا بيكون حاجة اسمها أوف او المفروض لو انا بحصر هندسة ما بحسبش معاه الأوفرلاب أو مسافة الركوب دي بس بعمل حسابها في فلوس بص هنا كده اعاوز اوريك حاجة اعاوز اوريك حاجة لاحظ ان عاوزك تبص على دي بص بيه اللافة هي بص على المنطقة دي ايو دي انا مش هحصورها هندسية ولكن دي هتحمل على السعر هكون زيادة في السعر والدليل اهو تعالوا كده نشوف تعالوا كده نشوف سريعنا يا باشوهندس ده تحليل الاسعار ده التسعير اهو افتح كده يا باشوهندس طبعا الفايل ده تعالوا كده نشوف مثلا عندي عندي هنا مثلا اه اه باند مثلا باند العزل بص ده بيمو ايسة مع مولات تحليل الاسعار بص كده هندسة ايوه اهو بالمتر مسطح توريد وتركيب حماية للعزل من برين ايوه لاحظ هو هنا ضيف مين اه الركوبة اهو يعني هندسة اقبص بنستخدم الحصر الهندسي امتى والفعل امتى على حسب الاتفاق المهندس عمر على حسب الاتفاق على حسب الاتفاق مفيوش ركوب بس الفعلي فيه ركوب طب المفروض انا كم قاوي لو انا بتحاسب من غير ركوب ما انا اخسر لا يا باش ما المفروض الكلام ده تقول انت عامل حسابه في ايه ايه هندسة تعمل حسابه في ايه لا يا باش المفروض تكون عامل حسابه المفروض تكون عامل حسابه اساسا في الفلوس في البدايات وانت بتصعر البند وفيه بنود كتير كده غير العازل حفرة بيكون كده بقى بنود كتير في المشروع بتكون بالطريقة دي فانا عاوزك تخلي بانك فيه فروق يعني يا جماعة وانتو بتحصله اي حد بيسأل سؤال على اي جروب في الدني على اي جروب في الدني وانت وانت بتجاوبله على سؤال الحصر ده قل له وانت بتجاوه حصر البند هندسيا كذا او اسأله سؤال قل له انت بتتحاسب ازاي بتتحاسب طقة لمواصفات وطقة لأكواد بتتحاسب بندسي ولا بتتحاسب فعلي انت والمقاول مع بعض كده بتمشوه حجبي مع بعض انتواخدين بالكم بالطرق اللي تعجبكم التنين تمام يا هندسة تمام طيب النقطة طيب سؤال بقى دلوقتي بعد ما تكلمنا عن الحصر واخدنا فكرة عنه ان الحصر بتاعك لازم يكون تفصيلي كل بند مرفق بلوحة التسعير انت عشان تكون مهندس تسعير احيانا بيحتاج ان احنا نصعر في الموضع وفي المكاتب الصغيرة او في عموما في المكاتب لازم تكون تك فكرة عن التسعير تب انت عشان تكون شاطر في التسعير هل انت ما ره تاخد قرص تسعير لا بصراحة للامانة انا بس قول على اللي انا بقولهولت ده انت لو اخدت مليون قرص تسعير هيكون عندك قصور في التسعير اه انت هتتحاسب هندسة اسمعني اسمعني يا هندسة اسمع اه طبعا بنحسب المقاول الهندسة احنا كده اخلصنا من الحصر لو عندك سؤال اكتبهوا لي وانا تحت امرك مش مهندس عمر خليني اقول لك حاجة هندسة خليني اقول لك حاجة المهندس التسعير هل انت عشان تكون مهندس تسعير لازم تروح تاخد قرص تسعير حتى لو اخدت قرص تسعير هيكون بالنسبة لك في القصور لسبب بسيط امسك هنا ورقة وقلم على فكرة موضوع التسعير ده يعني لو انت عاوز تبقى مهندس تسعير المفروض المهندس ده بيكون مهندس على وضعه يعني المفروض ان الراجل ده بياخد فلوس يعني المفروض الراجل ده من ممرتبات الكبير عاوز اقول لك حاجة مهندس التسعير ده المفروض يكون ملم انا راجل هنا مثلا بصعر بند العزل اللي انا وردت لك عليه الصورة ده اللي احنا كنا بمحصوره من شوية المفروض ان انا وخلي بالك سعر الخامة ده بيختلف من مواقع للتاني فانا لازم اكون ملم بمين بلم بالاسعار ولازم اكون ملم بمين بمعدلات استهلاك الموت هقول لك بصبت بصير هو متر الخرصانة ده بيتحط فيه طنة اسمنت اكيد لا يبقى المفروض ساعتك يا محقرم متر الخرصانة ده بيحتاج عدد معين من الشكاير طب انا هاعرف الكلام ده بني لما انزل الموقع طب المفروض ان متر الخرصانة ده او متر العزل ده انا انا ومش عارف ان فيه مسافة ركوب لازم اكون لازم ازلت موقع اعرف اعرف لا يا هندس ق البه اجول لك على كل الاسئالة لازم أبقى عارف تكلفة النقل من الموقع لمين من الموقع من الموقع لازم اكون عارف تكلفة النقل من المشون للموقع لازم أكون لك مسافة المواد الطب الكلام ده كله انا عشان اكون مهندس تسعير شاطئ ودي ام المهام على فكرة مهندسين مكتب الفني علي قلقى مملكة binat archiv time المفروض ساعتتك اكون عارف اين المفروض تكون نزلتك وملمة بالاسعار المفروض تكون ملمة بالترايح يعني إيه بالترايح أقول لك حاجة أقولنا لو جبت بنا بيبني حطة وضصه طوبة إنت جيته أديه في اليوم المفروض أكون عارف الكلام ده تمام يا هندسك المفروض برضه أكون عارف لو أنا جبته بيبني طوبة حطة طوبة طيب لو أنا مسافة أو معدة للإنجاز في العزل أديه الرجل اللي بيعمل عزل بيفرد أديه في اليوم الكلام ده أنا هعرفه من إيه الكلام ده أنت مش هتعافه من كرصات يا رش مهندس معلش بعد إذن حضرتك مش هتعرف تجيبه من كرصات هتجمع معلومات من كرصات ولكن هيفضل برضه فيه قصور عشان تتعلم تسعير كويس وعشان تعرف تصعر وعشان تحدد مسافة الركوب ونسب الهالك وأسعار المول والخمات ومعدلات الإنتاجية والطرايا يعني الحاجات بيكون لها طرف تجيبها من الموقع يكون عندك خبرة في الموقع يا رش مهندس يكون عندك خبرة في الموقع الموضوع ده مش بيحتاج كرصات يا شباب التسعير بيست العلمية أنت تقدر تتعلم مستخلصات من أي كرص تقدر تتعلم حصرة على فكرة من الفيديوهات ما فيديوهات أما موضوع أن البنت أن البنوت دي طبعا لو عليها جمالك كل ده بيحمل طب تعال كده بشوهندس تعال كده نقرأ بيضاف هنا يضاف مصارف قدارية وأرباح مش الشركة دي مش هتكسب طب نسبة الربح حكام طبعا يا جماعة مهندسين تسعير دول هم من الناس اللي بيقوا على وضعهم داخل الشركات بس تسعير يحتاج خبرة تسعير يحتاج خبرة حط تحت كلمة خبرة دي مليون خط تمام يا هندسة تمام جدا يبقى مؤيسة خلي بالك أنا ممكن برضو أرفقها ممكن أرفق دي مؤيسة مشروع فعالية بس حقيقة أنا مش همال نعملها ولكن هي مؤيسة مشروع فعالية ومعمول في أقمو تازة جدا المجبوع من البنود كتير جدا وإن شاء الله هتكون استفادة جبقى بشكل عام عرفنا يعني التسعير إن الراجل هنا بيعرف أو بيطلع لنا خانة الفئة خانة الفئة اللي هي الخانة دي مش مهندسة لاحظ كده اللي هي الخانة دي اللي هي خانة الفئة دي بوسط إزاي شركة المأولاد شركة المأولاد بتاخد مين أنا بتكلم في الشغل الخاص شركة المأولاد بتاخد المؤيسة دي المؤيسة دي حضرتك المفروض أنها تتصعب كل باند من البنود دا المفروض يتحطوا لسعر بيتعملوا لتحليل أسعار خلي بالك تحليل الأسعار دا بيكون شامل إيه؟ شامل الماكسا شامل الهالك شامل النقل شامل خلي بالك التحليل الأسعار دا كمان بيكون محمل عليه لديه حاجة اسمها دايركت وكوزت في حاجة اسمها إن دايركت يعني جماعة محمل عليه حتى رواتم المهانسين الانتقالات الكلام دا كله المفروض يكون داخل مين؟ داخل التسعير يعني كلام ده كله بيكون نسبة بمين؟ هارفك الكلام ده كله بشو أنا صح؟ نسبة محملة من تسعير البنود دي تمام يا هندسك؟ تمام جدا طبعاً موضوع الجداول الزمنية وعمل الجداول الزمنية في الشركات بيكون ده مهم مهندس المكتب الفني لأن ما بيبقاش عندهم قص مقدار أنا عاوز أقول لك معلومة مهمة جداً مهندس التسعير ده بش مهندس هو المهندس الوحيد اللي لو مش 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 شركة الشركة متقدرش يتفق باتكلم على مهندس المكتب الفني بشكل عام هو المهندس الوحيد اللي لو مش من الشركة الشركة متعرفش تتخلى عنه لسبب بسيط انت مثلاً لو ماشيك مهندس بيعمل مستخلصات هتبقى مشكلة كبيرة جداً عجبني مهندس محمد رحاني اتكلم فيها في الفيديو الأخير كان كلام ممتاز جداً الراجل بيقولك انت لو ماشيك مهندس بيعمل مستخلص ينفع؟ لا ما ينفعش خالص ما ينفعش ماشي مهندس بيعرف يعمل مستخلص ما ينفعش ماشي مهندس مهندس يعرف نسب الصرف ويعرف المستخلص ده تصرف للمقاول ده ولا ما تصرفلوش تصرفلو كم مستخلص اللي سالوا ايه؟ اللي المفروض ليه؟ اللي اللي بقيلو؟ الكلام ده كله من اللي يعرفه مهندس التكنيكال اوفيس أنا اقدر مع احترام انا اقدر اجيب 20 مهندس موقع 20 مهندس موقع 20 مهندس موقع 20 مهندس صايد بس صعب جداً مهندس تكنيكال اوفيس يعرف الكميات ملم بأعمال المستخلصات ملم بأعمال الحصر أمشي وعشان اجيب مهندس تاني يشتغل مكانه بعد ما بيبقى عارف منين يودي فين؟ طبعاً في جزء جداً الناس كتير يا جماعة بتهملوا اللي هو جزء قاتل جزء الورقيات جزء الورقيات النمزج الورقية جزء النمزج الورقية دا للأسف جزء النمزج الورقية دا للأسف يا شباب من الحاجات اللي مهندس المكتب الفني بيقصر فيه جدا وعلى فكرة شروحتها على النت مش كتير طب هو يعني اي ار يعني اي ف ار يعني اي مثلا طلب معلومات يعني طلب معلومات تمام تعال هنا كده بصوا كده هندسة هنا تعال نشوف يعني طلب ما يعني طلب فحص عمال يعني طلب اعتماد مستندات يا جماعة الكلام ده المفروض ان في قصور هنا بقى القصور هنا القصور وعلى فكرة صور واضح جدا ازاي تبعت ايميله ازاي ترسل ايميل ازاي ترسل صيغة ازاي ان انت ترسل ايميل الريكوست فور انفورميشن ارقف قاطر الارقف قاطر ده بعمله طلب المعلومات ده بصر هندسه تعالا كده هقولك حاجة ببساطة كل ورقة من الورق ده انا بستخدمها في وقت معين كل ورقة من الورق اللي قدام ساعدتك ده انا بستخدمها في وقت معين ليه؟ انا كمثلا تكنيكال اوفيس عند شركة المأولات المفروض ان انا بيبقى فيه مراسلات وخطابات مع مين؟ مثلا مع الاستشاري هل انا مثلا برفع سماعتك في تليفون واكلمه واطلب منه طلب لأ كل حاجة يا حبيبي بورق سوق الظن من حسن الفطن في الموقع يعني ايه؟ يعني المفروض سيادتك المفروض ساعدتك يا محترم عشان تبعت عشان تبعت عشان تبعت او ترسل او تستقبل خطابات بورق مش بالتليفون اتعود عموما حتى لو انت مهندس صلة حتى لو انت ديزا ينرâce وطلب وطلب يبقى طلب الاعتماد ابياج متياس مفروض ساعدتك طلب الاعتماد ابيش مهندس طلب الاعتماد او طلب معلومات مين اللي بيعملو ابيش مهندسين طلب المعلومات ده المفروض اللي هو، اللي هو الار اف اي المفروض اللي بيعمل هنزلها يا شباب، هنزل لأني قياد religion المفروض اللي بيعمل طلب المعلومات دي المفروض اللي بيعمل طلب انا مثلا انا كمهاندس انا كسلامة بعمل شوب درون ففي حاجة مش واضحة المفروض ارنه على استشاريب التليفون ولا ببعث له ار اف اه ده انا بقول له والله الاكس مترحل وفيه فرق ما بلوحت المعمال والانشاء في الاكس فهل ممكن سيادتك او هل ممكن حضرتك توضح لنا تمام توضح لنا الحل فالمفروض ان انا برفقه هو طبعا انا بير رفق للحل والمعلومات المطلوبة بكتب له مشكلة وممكن كمان رفقه للوقح تمام بيبعته له عن طريق اميل او ببعت له حل المشكلة هو بيبعت له الحل على طول تحت مرفق كتابي وموقع عليه بالوقت والتاريخ ده تبديل الرفقات تمام عندك حاجة تانية اسمها هنا ايه تعمال ال اي ار تمام عندك هنا طلب اعتماد السندات فانت عندك كل التقرير اليومي لو انت بتقدم تقرير يومي يبقى المفروض ان كل ورقة من دي كل ورقة من دي ساعدتك المذكرات خاصة لو انت مثلا عندك مثلا مذكرات الوفق جاوس لو انت عندك كميات متجاوزة كميات زيادة المفروض لها يكون لها ورقة يبقى يا جماعة موضوع الورقيات ده بالذات من الحاجات اللي المفروض اللي المفروض اللي يتعامل فيها فيديوهات لان فيه قصور كبير جدا في شرح الورقيات الخاصة باعمال المكتب الفاني وده من الحاجات اللي احنا نتكلم عليه خلال الفترة الجاية وان شاء الله خلال الفترة الجاية هنبدأ نتكلم على كل جزئي ازاي تبعت ايميل محدش اتكلم عن ازاي تبعت ايميل ازاي تبعت ايميل ازاي تبعت خطاب او مخطبة او مراسبة باي حاجة هنا بيان اعمال صبر تقرير انجاز تفصيلي طيب كويس جدا دلوقتي يا هندس محضر اجتماع اجتماع مثلا عندك اجتماع من مقاول مع اجتماع الاستشار المفروض فيه محضر ده بيخرج منه مجموعة من الاعمال او مجموعة من التوصيات المفروض تكون فيه محضر بالاجتماع فيه محضر اسكلام موقع فيه محضر تسليم موقع فيه يعني اي 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 لما بتجي تتكلم في الحاجات دي قدام الناس المفروض انت ما تنفعش كمهاج يا جماعة الكلام ده على فكرة الكلام ده يعني ماينفع انتا لو شغال في مكتب فني مش هايقولك هات الورقة الخاصة بطلب المعنومات هايقولك انا عاوز ال RIF-I هتقوله يعني ايه RIF-I المفروض انت برضه تكون ملمة باختصارات كل ورقة من دي بتعمل ايه انا عاوز ال I-I يعني كل حاجة من دي لها اختصار لها اختصار المفروض الاختصار ده انت كم ملمة بالنسبة للجزء مين؟ يبقى احنا كده اتكلمنا سريعا اتمنى ان انا اكون قدرت افتكو في الجزء اللي فاده يبقى احنا كده اتكلمنا سريعا عن مين؟ اتكلمنا عن حصر الكميات وازاي تطلع حصر الكميات بتاعك بصورة كويسة اتكلمنا ان مهندس التسعير ده بيحتاج خبرة وبيحتاج دراية بالتنفيذ اكتر عشان يعرف يصعر اكتر وان المبادر مش محتاج ورصات خبرة محترمة جدا في التسعير تكلمنا عن الورقيات وان مهندس المكتب الفني ده لازم يكون ملم بالورقيات وان كل ورقة بنذهب تستخدم في الموضوع معين تعال نتكلم النهاردة على المناقصة والمزايدات والجداول الذامية الي احنا قلناها وان ان في الشركات الصغيرة احيانا ما بيكون قسم مقدارة في الشركات احيانا مهندس المكتب الفني هو اللي بيعمل الجداول اعلم نتكلم دلوقتي على المناقصة والمزايدات يعني المناقصات والمزايدات أنت كمهندس مكتب فني لازم يكون عندك جزء وضراية بالقانون يعني إيه بالقانون يعني تكون عندك جزء وضراية بشوية معلومات في القانون طب القانون ده مين اللي بيدرسه بتحقوق طب إحنا برضو للأسف من أقولك حيا على فكرة المستخلصات حدي فيكو درس مستخلصات في الكلية الناس ترد علي ممكن حدي فيكو يا جماعة درس مستخلصات كل ناس مدرستش مستخلصات لو حد متابع معين ما تلاقيش حد درس مستخلصات كل المهندسين ما درسوش مسكوليين طب مين اللي بيدرس مستخلصات المحاسبين طب انت محتاج تعمل مستخلص ما انتها تقول له هتجيب محاسب يعمل لك مستخلص تبقى المستخلصات من مهام مهندس المكتب الفني طيب برضو المناقصات والمزايدات خرجين حقوق ده قانون يا باشا انت المفروض تكون ملمة بقانون المناقصات والمزايدات تكون ملمة بطرق التعاقد تكون عندك معلومات يا جماعة قانون المناقصات والمزايدات مهم جدا موجود في التأمينات وقيم التأمينات لو في مهندس لو انت شغال في شركة صغيرة وعاوزين نخصم على المهندس هنخصم عليه ازاي هنروح لجيب مهندس عقود ولا نروح لجيب محامي عشان يعرف قيمة التخصم عليه مستحيل انت مفروض تكون عارف قيمة الخاصم المرفقة بالتعاقد وإن هندسة أيوة هندسة قسم التشهيد وبناء في معظم مهام المكتب الفني والعقود والمنقصات يبقى موضوع العقود والمنقصات ده مهم هقولك ازاي تربط الشيطة الأوفيس وخصوصا الشوف درونج بالبيم بتكنولوجيا البيم ولكن ته في الجزء التاني في الجزء التاني بس خلينا أقول لك حاجة خلينا أقول لك انك كمهندس تكون ملم ده قسم التشهيد والبناء ده يا شباب فيه قسم اسمه قسم التشهيد والبناء موجود في جامعة المنصورة مش كل الناس درس التشهيد والبناء مش كل الناس أقسمها فيه شعبة عامة فيه ناس شعبة عامة ما درستش حاجة عن قانون المنقصات هقول لك حاجة أنصحك حال التنفيذية لقانون 182 لقانون ده يا جماعة افتح كده ده اللايحة التنفيذية ده اللايحة التنفيذية بتاع القانون المفروض سعدتك تقرى تقرى الورق ده المفروض على ليه لإن فيه كتير معلومات مغلوطة بتتقال مع احترامي لأسات زبن القبار معلومات كتير مغلوطة بتتقال فيه الدورات يا جماعة من القانون ده لقازم تقرى أنا بقول لك ده زي الكود ده زي كود التفاصيل ادي له أهمية زي كود التفاصيل معلش تعالي عنها نفسك لو أنت حابب تخش المجال اقرى هتستفيد منه جدا هتخرج منه باستفادة محترمة جدا التخصمات اللي المفروض يتعمل وانت بتكتب منطوق البند بالمؤيس خلي بالك ده القانون ده هيفيدك أساسا بمعنى يعني أي حاجة داخل المكتب الفني من مستخلصات من مؤيسات ازاي تكتب منطوق البند يعني انت عندك مؤيسة مثلا ازاي تكتب منطوق البند حدش فكر حاجة زي دي يعني هو على أي أساس كتب بالمتر مسطح تورد وتنفيذ أعمال مباني منطوب الطفل المسطب ليه يا شباب ما بيقولش مثلا اسم الشرلق باش مهندسي ركزوا كنا معي ركزوا كنا معي انا انا بتكلم ما بتكلمش عن الفدك ماشي هندسة ماشي انا مش بقوله خليك ملم بالفدك لا انا بقوله على الأقل يكون عارف قانون المصري بتاع المؤسات والمزايدات اللي هو قانون 182 على الأقل يعني لأنه هو حبيب يبتيري كتكنيكال أفس انا عاوز اقول حاجة بسيطة هو سؤال هو ليه هقولك بقى علاقة القانون بحاجة زي دي هو احنا ليه هنا جماعة ما بنكتبش مثلا البند ده جاي منين يعني مثلا بالمتر مسطح تورد وعمل مباني منطوب الطفل بقولش مثلا من مصنع طوب سلامة سلامة ده انا كسلامة هنفترض ان انا فتح مصنع طوب لما بقولش لما ينفعش اقول مثلا هات منطوب سلامة حدش فكر في الموضوع لان قانون 182 بيقولك في احد موادو ان المفروض انا ما كتبش اسم المورد المهندس عمر المهندس عمر اللي هو معايا دلوقتي بيقولك ما ينفعش تكتب اسم المورد لان ده احيانا بيحط الاستشاري في موضوع شبه مع المالك لان ممكن الاستشاري قالوا تمام ما بينفع لان انا ما ينفعش مين اللي قال الكلام ده بش مهندس عمر مهندس عمر في الشاد دلوقتي اللي قال الكلام ده قانون 182 ماشي فيه بنود خاصة وحصرية ده له موضوع تاني ده لما تكون بنود احتكارية وفيه حد معين هو اللي بإفزها ولكن في المجمل الأمر في المجمل الأمر يا بشوهندس المفروض أن أنا مضيفش المورد طب أولا لو مش عارف القانون أعرف حاجة زي دي الكلام ده موجود في القانون طب قيم التغصيل المقاول أخاصة منه ازاي طب غرامة التأخير طب قيم التأمينات طب قيم التأمينات يا هندسة التأمينات ده هجيبها من إيه طب هو في حاجة اسمها تأمين ابتدائي ولا ما فيش سؤال بقى في حاجة اسمها تأمين ابتدائي ولا ما فيش طب الفرق ما بينه المستقطع والفرق ما بين التأمين النهائي والتأمين الابتدائي طب سؤال في حاجة اسمها مثلا شروع حول لكم حاجة يا شباب هنفترض أن أنا كأمر أنا مالك عملت كراسة شروع وعملت مواصفات للمشروع بتاعي والمهندسين المفروض كل شركة مأولاد بتيجي تسحب شروع عشان تدرسها اسمعني كده هنبسا عشان تدرس مين علشان تدرس اسمعني يا مختر شركات المأولاد بتيجي تسحب كراست الشروع دي علشان تدرس مين عشان تدرس بمستنغتها المفروض ساعدت أنا كمالي غيرت رأيي حبيت أعمل الرخام اللي موجود جول المول اللي أنا بعمره الأعمال حبيب أشيل الرخام وحطه مكانه سراميك أو حبيب أشيل السراميك وحطه مكانه رخام وغير بند في المؤيسة هل ده ينفع ولا ما ينفعش هل ده ينفع شباب ولا ما ينفعش حد فكر يعني بس أنتو 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 سحبت كراست الشروع ردوا علي كده أنتو سحبت كراست الشروع آه ينفع طبعا بس خلي بالك أنا بتكلم حندسة لا 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 أنا بتكلم أنتو سحبت الكراست أنا ما اخترت الشركة المأولاد لسه أنا ما اخترت الشركة المأولاد لسه طبعا ينفع طبعا الكلام ده انا هنعرفه من قانون من قانون ايوه طبعا يبقى انا المفروض يا بش مهندس يعني معلش كلمة اكواد وكلمة قوانين اسوأ اسوأ حاجة عن المهندس اسوأ حاجة انك تقول للمهندس افتح قول التفاصيل اسوأ حاجة عن المهندس انك تقوله بص في الكوت بص في القانون يعني يا هندسة ينفع الملك يغير داخل المستندات التعاقدية بس بشرط ما تقلش او المدة المعينة ديت تكون ما بين جلسة فتح المظارف اللي هتساله يكون اخر معادل تسليم العطاءات وما بين التغيير طبقا الكلام اللي موجود في قانون المناقصات والمزايدات طب يبقى انت يا بش مهندس ده مسال بصير يبقى فيه هنا لا طبعا بيكون لها تأثير على التكلفة يا هندسة بيكون لها تأثير على تكلفة ده انا بتكلم على مرحلة اللي قبل التعاقد يا بش مهندس بتكلم يعني ايه يعني بتكلم على المرحلة الاولية في التعاقد تمام؟ يبقى يا جماعة نصيح تليكم يا جماعة ما تهملوش القانون ده القانون ده اتسلوا فيه اقروا يا شباب طيب تعالوا كده سريعا بس عشان نديلو الشوب دروينج نديلو حقه الشوب دروينج بص يا هندسة يعني شوب دروينج الشوب دروينج يا بش مهندسين ببساطة هو اخراج لو حكى مفزية تفصيلية بمعنى معلش يا بش مهندس لان برضو الوقت دي بحاول اخد من كل قصة حكاية يعني ايه او من كل حكاية قصة بحاول لان اخد من كل جزء كلايا بحيث ان انا برضو اكون غطيت في ايه غطيت ايه 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 كل حاجة بص يا هندسة بص اسمعني كده دي لوحة ايه دي لوحة اوتوكات دي لوحة تاني لوحة اولية لوحة كات انا لو انا اخدت الكلام ده نزلت بالموقع وقلت لك يا هندسة الحداد الحداد جالي قال لي يا بش مهندس قف واحد دي هتحتاج حديد قاعدة قف واحد هنقطع الحديد بتاعها ازاي طب الحديد مثلا سيكون على شكل حرفي الل وطبع انت عارفين التفرش والغطى احيانا بيتعامل اله واحيانا بيتعامل له طب ممكن تقول لنا كمية الحديد طب هنقصت الحديد ازاي طب ما هو بعد اذنك يا بش مهندس الحاجات دي كلها اه مفروض مهندس الموقع بص هو لو مهندس الموقع عملها اه ممكن يقدر يعملها على فكرة في حد بدين شطرين جدا 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 يعني بس خلينا نقول هنفترض نو هيددها لمهندس الموقع مهندس الموقع حيضيع وقت ولا مش حيضيع وقت ممكن يغلط ولا ما يغلطش او موارد انه يغلط طب ايه رأيك ان احنا نددلو اللوح دي بالشكل ده بص اقولك حاجة دي الكاميرا تهير هديك مثال بسيط دي الكاميرا دي الكاميرا بالاش يا سيد المشروع ده فيه مشروع تاني انا فتحه هنا اتمنى ان انا ايه اتمنى ان انا ايه انا ايه بش عارف هو موجود ولا لا ايوا موجود هنا دي بص اه عامل الوقت عامل مهم بص يا هندس دي كده كاميرا انا لو نزلت باللوحة دي حد يا جماعة عارف الكاميرا دي التسلحة شكله عامل ازاي طبعا الكلام دي مش واضح طب بص هنا كده بش واندس هتلاقينا عامل شوب درونج للكاميرا تهي شوب درونج كام ده مشروع فعلي انا عامل انا شوب درونج لكي فيه حاسب الحديد حاسب طول السيخ كام حاسب طول الاسيخ دي كام يبقى انا هنا بعمل شوب دي يبقى انا هنا بطلع ليوهة تنفيذية تفصلية لكل جزء من اجزاء المشروع بطلع له لوحة تنفيذية بطلعه لوحه بحيس ان يكون معلوم كميات الحديد ومعلوم كما اماكن التكسيف طب على فكرة يبقى المفروض ان مهندس الانشائي اللي بيطلع شغل الحديد ده بيطلع لوحات تنفيذية تفصيلية لكميات الحديد دي بيطلع له كميات ده بيفرق في ايه ده بيفرق انا شو مهندس في الوقت بيفرق في التكلفة لان انا باوصل لها من المايز نسبة ليالك طب يعني ايه من المايز نسبة الهالك باوصل له الاقل لنسبة هالك ممكنة عن طريق برنامج اسمه الكاتنج البرنامج ده جماعة ممتاز البرنامج خرافي البرنامج ده بيقدر يوفر ملايين في المشروع يبقى انا عن طريق برنامج ال أوفر كميات إيه؟ أوفر كميات حديد يبقى طب إيه برامج كتير بصراحة بصوا برامج كتير أنا ممكن أستخدم الاتوكاد العادي في عمل لوحات الشوك دروينج ممكن أستخدم برنامج الكارس تركشور وعلى فكرة برنامج الكارس تركشور ومن البرامج الجميلة جدا وعلى فكرة له شروحات كتير جدا على اليوتيوب برنامج الكارس تركشور منه اتنين عندك نسخة 2014 ونسخة 2015 عندك برنامج تاني اسمه Advanced Concrete عندك طبعا أنت كان عندك Advanced Concrete و Advanced Steel ستيل ده بتاع الستيل احنا شغلنا في الكونكريت عندك برنامج تاني اسمه الارماكاد عندك الريفت هنا بقى تكنولوجيا البيم أو البيم هنا في المستقبل هو اللي هيسيطر على موضوع الشوك دروينج لإن المفروض المبرمجين والشركات اللي بيعملوا البرامج بلأ الاهتمام خلال الفترة دي والفترات اللي فاتت ان هم يبدأوا يطوروا يعني انت لو تشتغل ESD انصح الريفت وتتعلم ما بعد الريفت فيما يخص البيم عموما عندك الوطوري بار بتعمل شوف درونج ولكن عموما اهتم هنا بقى بانك تضوح تس يعني ايه ماشي احنا كلنا بنعمل شوف درونج بلأتوكاد استركشور دي تيلينج أو بلأتوكاد العادي اتعلموا يا جماعة كل ما يخص تكنولوجيا البيم خشوا في الريفت اتعلموا ريفت في المستقبل اعتقد ان مستقبلا كمان الوطوري برنامج رائع جدا ولكن هيخرج برامج تانية وعلى فكرة فيه موجود حالية برامج الدين موريا بيسلح بيعمل تنبل الجهزة وبيسلحها ايوه بشوهندس بشوهندس ادم بيتكلم هنا برضو عن برنامج ايوه طبعا دي الاداة الصغيرة المتوضفة على برنامج الريفت هنا بقى بيقع بطاقع او بيقع دور تكنولوجيا البيم عموما والمستقبل في عمل لوحات الشوف درونج هل احنا هنفضل طلع عمر الريفت حاليا احنا كل اعخلابنا كل شغال به ولكن انا منصح اي مهندس بيسمعني حاليا انه يبتدي يتعلم ريفت يتعلم كل ما يخص الريفت طبعا البيم هو علم هي اقدارة هو علم كبير العلم ده جواه برامج كتير حاول يا بشوهندس او الناس اللي حاب شغل المكتب الفني الصراع مستقبلا هيكون على مين كان مهندس او انت بتجيد ايه في التكنولوجيا البيم عموما ايه البرامج اللي انت بتجيدها لان احنا مش هنفضل نعمل اعتقد ان الموضوع هيكون فيه تسئلات اكتر اعتقد ان الموضوع هيأسهل اكتر خلال المستقبل فالمفروض التحدي لان انت لازم تكون سابق التحدي في المستقبل مش ان انت تفضل تعمل بالاتوكاد مع ان ان برنامج ده هو البرنامج المسيطر حاليا هو الاتوكاد ولكن مستقبلا انصحك ان انت تبتدي بالشغل اللي احنا شغالين به على الاقل اشتغل بالاتوكاد حاليا لانه هو ولكن خليك بربرة بش مهندس مستقبلا حط في اعتبارك ان انت لازم تكون بتعرف الريفت مهم البرامج فيه برامج تانية طبعا يقدر يفيدنا في الموضوع مهاسين البيب انجينير هم اللي يقدروا يفيدونا في البرامج دي فانا بنصح اي حد بيتعلم شغب انه ما يوقفش نفسه عند برنامج الكاد استرقشار بس لان مستقبلا ممكن احنا دلوقتي يا جماعة برنامج الكاد استرقشار دخل بالكده ده برنامج بيعمل خط بيرسم زي ما يبقاه امر بسر الانفورس المنتقل بيرسم بيرسم سيخ اعتقد اهو خط بيرسم سيخ تعال كده نفعل البرنامج ده بيرسم سيخ اهو زي الامر بتاع الكاد بالظبط لا يختلف عن الاتوكاد شيء خالص هل هنفضل كده طول حياتنا لا طبعا المفروض هيكون فيه حاجات اسرع اه طبعا فيه ناس بدأت ايوه لان ملف الريفت بيكون كيبيريا مش مهاندس ولكن المواضيع ده كلها تتحل مستقبلا يعني ان كان الريفت فيه مشكلة في وضوع التسليح زي ما ناس كتير بتتكلم عليه بس مستقبلا مش هيبق فيه مشكلة او هيطلع برامج تانية تسهل الموضوع وبالتالي هيبدأ المهاندس يتخلى على البرامج زي برنامج خلي بالك طول ما نعم على الاتوكاد العادي طول ما فيه استخدام لبرنامج الكاد استراكشن لان لوحة الكاد استراكشن ما هي الا لوحة الكاد عادي عشان بس يكون متفاقية لان هي اساسا لوحة الوحة 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 عادية جدا ولكن مستقبلا هيكون الريفت اسرع هيكون فيه برامج تانية اسرع فانا انصحك ان تكنولوجيا البيم هتلعب هنا دور كبير جدا في موضوع وعلى فكرة وعلى فكرة احنا للأسف ونصر للأسف مش كل الشركات ومش كل المكاتب لا لا دا قليل جدا من المكاتب والشركات هي اللي يعني احنا لسه حاليا مؤخرة نزل كود اول كود افتكرا ان انتوا لو متابعين يعني على فيسبوك نزل كود جديد من يومين بالظبط للبيم طب على فكرة الموضوع ده هيكون هو السائد خلال العشر سنين الجايين يعني انت المفروض لو انت شغال على الاوتوكات فقط لا إلغي موضوع الاوتوكات وحاول انت تعلم نفسك الأكبر وحاول انت تعلم نفسك التقنيات الأعلى يبقى احنا دوقتي برضو فيه قصور في حتة معينة ما تشرحتش ايه هي الحتة ديه الشوب دروينج الكونكريت دايمانشن هو يعني شوب دروينج الشوب دروينج ده بشوهندس هو انك تطلع لوحة تفصيل ده بس خاص بشغل الانشاءات او بشغل الهندسة المدنية لا ياهندسة لا خالص لسبب بسيط مش خاص بشغل الهندسة الانشاءية مهندسين الكهرباء مهندسين المىكانيكا بيعملوا شوب دروينج مهندسين المى مى 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 IDE بالاخص هل انت المفروض سعدتك د انتا Berkeley هل انت المفروض تعمل شوب دروينج لا يبشر مهندسة مى قدرش ان انا اقولك انك بتعمل شوب درونجي الاستيل بس اللي سبق بسيط انت تكون عندك حاجة ثانية اسمها شوب درونجي الكونكريت ديمانشن يعني ايه الكونكريت ديمانشن بص يا هندسك ببساطة ودي من الحاجات اللي برضو فيها قصور على النت وناس كتير ما تكلمتش عليها بص اقولك حاجة درونجي الايزوليتد فوتينجي الايزوليتد فوتينجي الايزوليتد فوتينجي متحركة مسافة. متحركة مسافة. ازاي? الاعدالين متحركة مسافة هنا كده مسا. غلطة. غلطة يا جماعة. الوضع ده اكون الصح. فانا المفروض اعمل ايه? المفروض ان انا ببعت هنا ايه? ارق الفقاي. طلب معلومات. لمين? للاستشاري. بقول له والله الوضع ده شوف لي حل فيه. وبناء على كده. نفترض مثلا ان هو حل الوضع ده. بناء على كده ابدأ ان انا اعمل لوح للكونكريت دايمنشن للابعاد الخرصانية. على التعديلات اللي عملها الاستشاري. عشان بعد ما اعمل شوفة درونج الكونكريت دايمنشن. ابدا ان انا عمل شوفة درونج الست geenсть. افرض الاعدال ده. بالاش يا سيري. افرض العمود ده. ده مش قطاعه. هو في الجدول له ولاق بعد. وفي الحقيقة له بعد تاني. اتي المفروض يحصل يا بشوانس. ممكن تس灣ت justo امرض عليها حضرتك. المفروض حضرتك… تسEuتousingها لفرد واحد بس؟ بس. المفروض حضرتك تس 미안. لكن ايه هو الرد الوحد ده؟ تقولي ان انا هبعت رقف فعل استشاري. ل pokwijеляهم لابع لانه يمكن م 好عابل المرفقة بالجادول لانه ممكن يكون اخطاء م افاضي لانه م مicação يتفاعل موامدس المفروض هذا المفروض يتعمل معه في مثل المفروض conform Till I look at the show drawing حتcker Little chowDoesnlt لست م Boosting H whanddis manifest عمل نitenس المكتب الفني يعمل تلفبنان مهندس كن مشاهدانıy فن reduce creativity لان انا لان هكذا تحت أخطاء يعني مثلا لو عمود ضربه متغير لو عمود ضربه متغير في سقف الدور الأول وان رحت عملته شوف درونج وانا ما عرفش ان العمود ده قطعه متغير وكبير طبعا انا هطلع كمياتها ده غلط وهطلع كمياتها راسانة غلط يبقى الشوف درونج لا يقل أهمية عن الشوف درونج الستيل عشان نكون وطحين كده وامورنا واضحة انت المفروض تعمل مطابقة المفروض تاخد لوحة الانشاء لوحة الانشاء تطبقها معضها لوحة المحاور والكلام ده ليه قدر يقوم بيه مين بسرعة موضوع التطبقات والتدخلات ما بين العمود ومش بس الانشاء مع بعضه على فكرة ده المفروض في المشاريع الكبيرة في الميجا بروجيك تمام يا هندسة الريفت الريفت البيم بقى شوفت يبقى احنا بقى دلوقتي بنتكلم على حتة البيم والريفت شوفت يبقى الريفت هو المستقبل يبقى انا لو في مشروع كبير هل انا لو في مشروع حاج مكبير تخدم لوحة الاتوكات في عمل المطبقة والتدخلات ما بين المشاريع وبعضها لا طبعا مش هينفع لان الموضوع يكون مؤرف جدا والمسحاج بتكون كبيرة جدا يبقى المفروض يا هندسة ده دين من الحاجات في البالي منها جدا شوفت درون لكوكيريت اطابق اللوحة دي دي لوحة اكساد او اللوحة اللي قدام ساعة تجديد اشوفها هلها تنطبق على اللوحة دي ولا لا طب اللوحة الاكساد دي هلها تنطبق على السقف اللي بعد ولا لا طب بربها متغير طب كويس جدا طب هل الانشائي متطبق مع المعماري والمعماري متطبق مع الانشائي ولا لا طب اشاير بادي السلم هل هي نفس اشاير بادي السلم يعني مثلا لوحة الانشائي بص على السلم في المعماري ورح اطابق بالانشائي اشوف هي اشاير بادي بتاعته هي ولا لا طب الاكساد مترحلة ولا مش مترحلة ولا الاكساد كلها على خط عمل واحد يبقى الكلام ده دور مهندس الشوف دروينج دور مهندس اللي بيطابق اللوح قبل ما يعمل الشوف درونج الكلام ده يا شباب لو ما.. للأسف احنا كلنا واحنا اتأمنينا بالشوف درونج اللي ستيله وما اهتمناش أساساً بالاخرى التفاصيل للأبعاد والقطاعات ايوه الله ينور عليك يا هندسة مهندس عمر الكوردينياتور الكوردينياتور يا هندسة المفروض يعمل مطابقة مطابقة لكل اللوح قبل عمل درونج ليه؟ عشان بعد كده ليه بقى هقولك حتة تانية مهمة في الحتة دي انا ممكن اشتغل من غير معمل مطابقة واعمل نفسي من بالها بمعنى اطمش افكس لها بنقول باللغة الشباب الدرجة تمام ايوه الكلاشة هندسة صليم جدا بس ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هقولكو حاجة يا شباب هقولكو حاجة هنفترض ان بعد العمود ده بعد العمود ده تعالى كده نقيس تعالى نقيس العمود ده؟ العمود ده كام؟ العمود ده كام؟ خمسين، خمسين في تلاتين روحت انا عملت نفسي مش شايف ايه بالمم انا قلت الكلام ده بشو هندسة قلت الكلام ده هندسة العمود ده خمسين في تلاتين يا شباب روحت انا بصيت في اللوحة لقيت ان العمود ده خمسين في خمسة وعشرين اعمل ايه؟ روحت انا نفستش على الموجود في الجدوى عشرة صانتي فرق؟ هيفرقه في حاجة؟ مش هيفرقه في حاجة انا اخدت بالكبير اخدت خمسين في تلاتين بدل خمسين في خمسة وعشرين وما بعتش أرق الفؤار وما استفسرتش عن أي حاجة إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل يا شامل؟ حد ممكن يقولي إيه المشكلة في كده؟ أنا نفست خمسين في ثلاثين وما نفستش اللي موجود في الجدود حد عنده فكرة عن نفست الأكبر وما بعتش أرق الفؤار وإيه إيه اللي هيحصل؟ عارف اللي هيحصل إيه؟ هتحصل خلافات في الحصر في الكميات أيوة ما حدش هحسبك في الفروب الله ينور عليك يا اندسك الله ينور عليك يا بشواند ساحمل الراجل قال تلمة جميل قالك أنت هتنفذ على خمسين في ثلاثين والمفروض أنه هو في الجدول خمسين في كان في خمسة وعشرين طب ما حدش هحسبنا على الفروب مين اللي هيشيل فرق الكمية؟ يبقى المفروض أنت بتعمل تطابقات مش عشان بس يبقى فيه تطابق ما بين اللوحة وبعضها الإنشاء والمعمارية عشان لو فيه فروق في الكميات آه الكميات المفروض تظهر فروق في الكميات المفروض تظهر قبل التنفيذ تمام يا هندسة؟ تمام؟ تمام يا هندسة؟ تمام؟ تمام يا هندسة؟ تمام؟ وفروق في الكميات الحديد والخارصانة عمومة؟ يبقى الشوب درونج الإنشائي مهم جداً استخدم فيه استخدم البرنامج اللي انت تستخدمه طبعاً فيه أساتزة كتير جداً موضوع درب العمق اتكلمت على ده فيه أساتزة كتير جداً بيشرحوا شوب درونج ولكن في الأغلب شغلنا هنا في مصر أو الشرحات المتوفرة على النت تقريباً فيه دورة واحدة بتشرح الارمكاد وفيه ناس كتير جداً بيشرحوا شوب درونج اللي بيستخدام الارمكاد استخدام فاتعلم ولكن يفضل ان انت تدعم نفسك بالتكنولوجيا البن خلال الفترة الجاية لان هي اللي هتكتسح هي اللي هتكتسح يا شباب تمام؟ طيب ده كده بالنسبة للشوب درونج أو يعني شوب درونج عمومة الشوب درونج بيوفر من ايه؟ الشوب درونج عمومة بيقلل لنا من وقت المشروع بيوفر لنا في الفلوس بي... موضوع الطباعة يا هتكتسة ممكن اكلمك عنه في فيديو منفصل هو عموماً موضوع الطباعة في الارمكاد زي موضوع الطباعة بالزبط في الارمكاد العادي ولكن بيضيف عليه حاجة سيناها البناء البناء هي اللي بطلنا الألوان بتاعت الخطوط تمام؟ طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجزء التاني اتمنى لان الوقت ساعتين في الوقت دي انا بحاول ان انا اغطي كل جزء كده ايه؟ طبعا اتكلمنا على طبعا ان في مهندس مكتب فني ومهندس مكتب فني عند المقاولات ده بيقوم به دور وده بيقوم به دور تاني خلي بالكم مهندسين المكتب الفني في شركة المقاولات واللي عند الاستشارة كل واحد فيهم له دور مختلف لانه مش كلهم بيقوم به ده بيراجع الحصر ده بيعمل حصر الكميات ده بيعمل المؤيسة الابتدائية او المؤيسة التقدرية ده بيعمل المؤيسة التسمنية وبيصعر ده بيراجع تحليل الاسعار ده مش مكتزم تمام يا هندسة؟ فكل مهندس من دول بيبدأ ان هو بيبدأ ان هو ايه؟ بيبدأ ان هو يراجع كل واحد له دور وكل واحد له مهام عن مين؟ عام التاني انا طبعا حاولت ان انا اجمع كده بشكل عام الجداول الزمنية بص يا هندسة الجداول الزمنية دي طبعا ايه البرامج اللي بتستخدم فيها في مصر؟ البرامافيرا البرامافيرا وممكن كمان اعمل جدول زمن على الاكسل وممكن كمان يا بشوهندس اشتغل جداول زمنية على برنامج اسمه الام اس بروجيت على العموم انت عشان تشتغل عشان تعمل جداول تمام يا هندسة انت عشان تعمل جداول زمنية ايه اللي انت المفروض تكون بتعرف تعمله المفروض انا ااسف يعني ما احترامي لأي حد انت رجل بتعمل جداول زمني المفروض تكون مفاهم تنفيذ المفروض تكون مفاهم مودة تنفيذ الانشطة المفروض تكون مفاهم مين مع مين ومين قبل مين ومين بعد مين فيه انشطة ممكن تمشي مع بعضها وفيه النشاط ممكن يبقى بعض نشاط وممكن النشاط يمشي بعد توازم على نشاط تاني فالمفروض يا شباب البرامافيرا ماينفعش تسجيل العلمي جديد publicisch beramavira داي مش الاداره الاداره مش هي البرامافيرا الكلام دا الحصوصا للناس اللي لسة خرجين اللي نزلين السوق جديد البرامافيرا مش هي الاداره الاداره دا علم جديد زيها بالخصص الريفت مش هوا البيم لما اجي قال له واحد بيم بيقول لي ريفت اقول له يا حبيب لا الريفت طولز البرامافيرا طولز أنت عشان تستخدم هذه الحالة لازم تكون فاهم إدارة وعشان تكون فاهم إدارة عشان تكون مهندس شطر في كإدارة لازم تكون فاهم إيه؟ فاهم تنفيذ عندك معلومات كتيرة في التنفيذ بتعرف في البلد بتتنفيذ زي وترايحها وين قبل وين وين بعد وين في مصر عموماً عاوز تتعلم البرامافيرا اتعلم البرامافيرا نصحت لأي مهندس مهندس قبل الكلام هذا بعيداً عن المكتب الفني هتتعلم البرامافيرا هتتعلم ريفت هتتعلم كارستركشور هتتعلم أي برنامج في الدنيا هتتعلم البرنامج صح يا ما تتعلمش البرنامج خالص بمعاً لهم بالبرنامج عشان يوم ما تكتبه في السبب ما تتعرضش المواقف محرك كنت ما أعمل انترفيو في شركة في المهندسين كنت كاتب أن انا بوجيد العمل على البرامافيرا تقريباً أنا كنت تتفرجت على دورة واحدة بس على اليوتيوب والدورة بصراح ما كانتش كافية إن أنا أكون بجيد شغلة برامافيرا فكتبت في السبيل إن أنا في البرامافيرا وقعدت مع مدير قسم التخطوط والإدارة في الشركة والراجل ده كان خبر خمستشر سنة وعمل معي إنترفيو في البرامافيرا غسلني اليوم ده أنا أتغسلت عرف اليوم ده أنا أتغسلت عرفت أتغسلت حرفيا لإن أنا كنت كتب إن أنا في البرامافيرا ودي كانت مشكلة فنصحت ليك سواء في البرامافيرا أو سواء في غير البرامافيرا ما ينفعش تكتب برنامج أو على الأقل اكتب النصدة اللي انت بتجيد بها البرنامج أنا رجل شغال على الـ ESD و رجل شغال حاصل مثلا بالـ AutoCAD والـ Excel هل أنا ينفع روح أكتب أن أنا بجود الـ Revit لو أنا تفرقت على فيديو بين Revit لا مش هينفع ليه عشان ما تعرضش نفسك لموقف محرك عاوز تتعلم البرامافيرا وضعها في الـ ESD وضعها في الـ ESD ولكن تعلمها كبرنامج بحيث أن أحيانا بتطلب ولكن برضو في مصر احنا شوية لأسف عشان بس عشان نتكلم احنا جوه مصر ما عندناش اهتمام قوي بموضوع الوقت في المشاريع يعني يؤسفني أن انا قولك احنا ما عندناش أساسا دراسة جدوى أو الله ما عندناش دراسة جدوى المشاريع الكبيرة اللي بتحصل في مصر يعني عندنا قصور في الموضوع ده ونتوا أكيد عارفين الكلام ده فعسى كلا ما فيش دراسة جدوى هيكون فيه اهتمام بالوقت بتاع المشروع لا افتكر الموضوع ده طبعا مش كله طبعا مش كله أكيد مش كله ولكن مش هتخسر حاجة لما تتعلم البرامافيرا نصحتي ليك الريفت مو بيم أنا أرجح للناس أنها تتعلم ريفت وتتعلم كل ما يخص تكولوجيا البيم عن البرامافيرا والله يعني وخصوصا لو انت خريك اتعلم ESD اتعلم شوب دروينج اتعلم شوب سرائح الترفية اتعلم ازاي اقرف المواصفات أنا أتمنى ان انا ارفع اعرف ارفع لكم الفايل ده محترم جدا يا جماعة والله أنا جمعته قبل الزبط ساعة ابتدي معاكم السيشا من النهاردة جمعتلكو انا الفايل ده احاق يعني ان شاء الله لا يا هندسة مين قالك الدول اللي برا شغلق على دراسات الجدوى الدول اللي برا لا لا انت ممكن غرامات التأخير يا هندسة ماشى تمام عموما يا هندسة مش كل الناس زينا ومش كل الشركات زي بعضها وسكيلي الشغل مش كل واحد مش معنى ان يفي مهندس يشتغل في مشروع صغير ملقاش فيه برنامج زمن ولا لاق فيه دراسات جدوى اكيد فيه مشاريع محترم في مصر لها دراسات جدوى ولكن ممكن تكون قليلة ولها برنامج زمن معتمد فلا اتعلموا يا جماعة اتعلموا وابتبوه في السفيل ولكن انا شايف ان الاولى لكل للبرامج المهمة دي طب انا هبتدي بقى في الجزء الرابع اتمنى البشمهندس محمد اشرف يكون سامعني الجزء الرابع اللي هو جزء الاسئلة والاستفسارات وان شاء الله هرا حاول ارفع لكم الفايل ده سامعني يا هندسة بارك الله فيك بشمهندس يعني معلومات قيمة ورائعة الله يعلم بنا يجزيك خير عن وقت عن وقتك الغالي ده اللي انت اديتها لنا يعني اتمنى يعني اللي يكرم الناس كلها لو حد عنده سؤال ممكن يعمل ريز هند ونفتح البشمهندسين بس بالترتيب كده عشان ما يحصلش تدخل في الاسوات يعني واللي مش عايز يبقى مدخلة صوتية ممكن يكتب في التشيت يعني طميم انا هفتح لمهندس ابو سعد تفضل 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 اللوحات يبقى انت بتتحسب هندسي باللوحات ولو فيه كميات زيادة في الموقع انت برضو بتتحسب باللوحات تفضل تحسبشت من الموقع ما في الموقع دي بتحمل في السعر اللي هندسي يعني بمعنى لو المتر سعره و تلاتين هنخليه ب35 عشان الكمية دي في الموقع زيادة ببساطة جبه اما لو انت بتتحاسب لو انت بتتحاسب فعلي ما فيش مشكلة انتو الاتنين بتتحاسبوا على اللي موجود في الموقع وصلك الفكرة ولا لا؟ وصلتني بس كده مش هيتم استبعاد المواصل لان السعر بتاعها لا ما هو المفروض برضو المفروض برضو المهندس اللي بيسعر المفروض يكون ملم بالاجزاء دي بمعنى المفروض برضو نهو عارف ان الكيميات بتختلف عن الكيميات التقديرية علشان يبقى يعمل تعود في السعر يعني مثلا انا وريتها شفت كمية العزلي شفت مسافة الركوب دي صح؟ شفتها ولا لا؟ مضور مهندس التسعير ايوة 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 مهندس التسعير لاب مش عارف ان فيه مسافة ركوب ايه هيخبط اه اه هو لازم يكون عامل حسابه لان انا قلت لك انما قلت حضرتك المهندس لازم يكون وليم برضو بخبرات التنفيذ ولازم يكون عارف البند بتحصر ازاي عشان كده قلنا المفروض الحاجة ده لازم تتعامل حسابها وصل لك الفكرة فاتتعودش في الكمية تمام تمام يا هندسة؟ ماشي يا هندسة تسلم حبيب الله يعزك اي سؤال تاني يا شباب؟ فيه باش مهندس احمد برضو باش مهندس احمد هنيفتح له برضو تفضل باش مهندس احمد تمام باش مهندس لو سمحته ايه هو الايه؟ الاس دي الاس دي ده اختصار لبرنامج الوتوكاد structure detailing حضرتك فاتح تشاشة صح؟ اه بالظرط اه ده برنامج الوتوكاد ده برنامج من البرامج اللي احنا بنعمل بنطلع بها اللوحات التفاصيلية اللي ايه اللوحات ديها باش مهندس بص بص جريه خليك معايا شايف اللوحات اللي قدام سعادتك دي هو برنامج شبيبي برنامج الوتوكاد اهو بعمل بطلع بيه للتفاصيل دي وعلى فكرة هو اسرع من الوتوكاد بمراحل كمان تمام يا هندسة؟ بابدأ ان انا هو اختصار 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 له بس شكرا هندسة تحت امر تحت امر حد يا جماعة ازيز تلاقي اي اسئلة تانية؟ مم؟ معانا ليس؟ بقدر بشمانس مصطفى بست التساع بقدر بشمانس مصطفى اه 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 بشمانس مسائل خير مسائل فل عليك بشمانس مصطفى اه اه بقولها عليك ازاي يعني التكلفة التقديرية المشروع ازاي بيتم تقديرها ازاي؟ ده سؤال وسؤال تاني ازاي اه يعني دلوقتي الاستشارة لم يجب مم؟ مم؟ بيعملها ازاي بحيس ان الكمياء بتاعتها تطبع ممتاز 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 تمام ازاي بيتم تقدير التكلفة التقديرية للمشروع عن طريقة احنا اسعار ده اكيد انا برضو معرفش ممكن ممكن يكون فيه مدخلة بينك تانية تقدير المشروع حساب التكلفة التقديرين مين؟ من قبل المقاوي؟ او من قبل الشركة؟ من قبل الاستشارة تمام تمام بس ببساطة مش المشروع ده بيكون له مواصفات مواصفات صح؟ الهندس بالفعل هو اكيد يعني بيعرف سعر لان المفروض المالك ده الأونر ده عنده ساعة تامولية للمشروع انا راجل هصرف على المشروع بتاعي وليكن باند زي باند الرخام باند رخام ده بتعمله تهليل اسعار صح؟ الرخام ده انا عاوزه من اي فرز انا عاوز مين اللي انا عاوز مين اللي نفزه طب من اي شركة لان على فكرة البنود نفسها بيكون مش كل البنود بتتنفذ بنفس السيستم لان على حسب جوجة الشغل جوجة الشغل دي بترجع ما يمتلك المالك او الأونر من فلوس من تمويل فالمفروض ان القيمة التقديرية بتهتسب بطريقة التنفيذ والمون والخامات اللي دخلها في المشروع الكلام ده كله بيتحسب بالاخر عن طريقة حاجة اسمها تحليل اسعار تماما الاستشاري بيكون عارف القيمة التقديرية للمشروع والمقاول برضو بيصعر بلافتها في الشغل الخاص الاستشاري ما بيقولش المقاول القيمة التقديرية بتاعتي بيكون كان ولكن بيسيب المقاول تكون جاية للمالك يعني هو بيديها للمالك عشان خاطر المالك يبعالف تماما مظبوط السؤال الثاني بالنسبة للمؤسسات بلاعيسة الكميات بتاعتها ازاي بيحددها في الأول باسمها الكميات ولا او الكميات نفسها الكميات اللي بحطها في المؤيسة المفروض انها بتتحصر عاجي جدا بتتحصر ولكن بتتحصر حصر اسم حصر سريع مش حصر تفصيلي زي اللي انا ورته لك في الفيديو لا 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 حصر السريعي الحصر السريعي للهندسة مساء حضرتك حاجة انا عندي بلطة قدام ساعدتك ايه صح؟ عندي بلطة قدام شايفها اولا في الشاشة المظبوط البلطة دي انا عاوز احصورها انا مثلا ده ده مثلا ساقف الدور الاول مظبوط انا عاوز احصور حصر سريع للبلطة دي اقوم واخدها بلو لاين كلها كده من مرة وحاسبها كلها مرة واحدة فممكن يقبطها اول صح او لا لا فانا ممكن تكون في جزء معين ليه؟ لان انا حصرتها كلها من برا فاكر البلطة اللي انا ورتها لك من شوانا بحصور حصر تفصيلي اه ايش رو بلطة لها سمكة سمكة الخاص بيها ولها الاسم بتاعها يبقى في كيك في فروق اهو يبقى حصر يبقى حصر اولي ممكن ما يكونش صحة قوي خطة طب الكاميرات انا بحصر الكاميرات همسك كاميرا كاميرا على كل اكس ده حصر تفصيلي طب لو انا بحصر حصر اه حصر تفصيلي طب لو بحصر حصر سريع ههم اخذ الكاميرات وقاسمها على الاتنين لان هم عبارة عن خطين وضرف العرض وفي العمق وعلى كريم انا حصر سريع تمام مسكلا عن بسلتي ring do تمام طب بقى فيه سؤالتين يا şeyi طب حضرتين وقت الناس المتجاوزة يعني ان دولاتي مسلا في باند مسلا ربق وانا في باند يتجاوز انا طبعا ما اسموح لي اتجاوز بمثبة اه خمسة كمسة عشين في المية بلس كورمآية طبعا ان بجيت ان في باند يتجاوز فوق 25 في المية ده يتم تعمل مم اه المفروض البرود المتجاوزة فوق 25 الاسعار والكمية تبقى للاسعار المنفذة خلال الفترة الزمنية اللي تحددت فعال بنوت دي او اللي تنفذت فعال بنوت دي بالكميات المتجاوزة 20% او يعني دي في وقت ما بدل تنفذها بحط لها اسعار جديدة اعلى شوية من اسعار المنفذة طب تمام طب دلوقتي فيه الاسشاري حط بند وبعدين بعد كده بعد من حط البند ده المالج اعترض عليه احنا قلنا احنا قلنا امتى بقى لا لا ينفع 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 دي وعلى فكرة ينفع كمان قبل 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 اختيار الشركة نفسها ولكن لازم بقى بعد ما الشركة حطت اسعارها وبدأت تنفيذ اثناء التنفيذ اه اثناء التنفيذ نفسه اه اه مش قبل التنفيذ ممكن بيتم تغيير مهندس محمد طب تمام بيتم تغيير البند يا هندسة بيتم تغيير البند وتوعد تحليل اسعار للبند مرة تانية مفيش اي مشكلة هندسة تمام تمام تحت امر شكرا هندسة تحت امر تحت امر اي حد يا جماعة عندي سؤال تاني المهندس سؤال تاني يا شباب المهندس محمود عبدالرازق اتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومهندس محمود تحت امرك الحمدل لا تمام ابو لا يا ابو لا يا ابو الوقت للمصارف الازارية والارباح امم افروا دا ولا بتحط المسب العائفة الناس بتنق فيما المضافر اربعة اشرف المية لأ المصارف الازارية والارباح اللي هي بتحط اه بعد ما تطلعتهم الفعلية وتكون ويقف عشان هنطلع مخسبك وماشي الحاجة دا اللي في المصر ماشي افروا الدولة بتحددها كل ما دي تختلف مكان لمكان او حصل مواية العمل بس انا يعني عايز اراف المحاقية. بس انا بيقولنا ثلاث ايه تنزلنا تف المية ممكن اتنو وتلاتين. ممكن ساعة ستة وتلاتين. يقول لك لا انت عام اول شغال يقول لك اه ده متكامل يبقى تساتشار في المية. حيات من دي يعني. اربح من المشروع نفسي. اه اه. بس عشان بس عشان اكلمك برده. حتة التسعيد دي بالذات. اه يمكن انا كل شغل حصر وحصر ومستخلصات وشبر. بس موضوع تحليل الاسعار ده. في نسبة الارباح بالذات. تالف فعلا من المشروع للتاني. مش اقدر. لان انا شفت مؤيسات كتير. معمولات تحليل اسعار. اوقات نسبة الارباح دي انا شفتها اوقات. فبعض مشاريع مثلا في شركة من الشركات المشروع جدا مشغالة حق الباري. او في شغل الكباري. اه وصلة نسبة الارباح فعلا 35% اه. اه. حتة النسبة الارباح دي بتختلف في المشروع التاني. بصراحة انا مقدرش ان انا نفيدك ايها او. اللي يقدر يفيدك فيها مهندس. على الادراية وعلى علم الموضوع تحليل اسعار اكتر من. لان انا الاسف شغل كله حسب. يعني ايه. يعني هي بتختلف. اكيد بتختلف توقع لمعطيات معينة. ظروف معينة. تمام تمام. عم كنتش مظيف اللي هي حتى انفيزية مثلا. انا بصراحة ما طلعتش على اللي هي حتى انفيزية. والله يا هندسة لا لا لا. هي انا اللي انا شفته انا شفته ببعض المشاريع. كان بيتبقى صافي نسبة الارباح عشرين. شفت حاجات عشرة وشفتها. بس هي عموما بديهيا اللي انا عرفه كمهندس تكنيكا الافيس. كل ما قلت نسبة الربح. كل ما قلت نسبة نسبة الربح وكان العطاء متزن. العطاء كان متزن يعني هي قيمة الربح متساوية. وقلت نسبة الربح. وكانت جودة المشروحية الجودة المطلوبة العطاء بيرس عليهك. اما حتت مين اللي بيحد نسبة الربح. هو اكيد المقاود. بيحددها على اساس ايه. اكيد بيحددها على اساس دخوله العطاء. انه هو عاوز العطاء دا ييرس عليه. بس مع الجودة المطلوبة. والوقت المطلوب. طب هيят ابنان على ايه? بترجع له هو بقى. هو هيكسب قدية. بس هي ملهاش جاب معين على فكرة. يعني انا ما شفتش لها جاب معين. يعني اللي عارفه يعني ان الدولة او ينسى نزل اللايحة. مم. بتعرق بيبقى محدة النسب اللي الناس تشتاول عليها يعني. في دراسات الاسعار بالتالي مشاريع الاجدويين في الفترة. اه تقصد في المشاريع. يتعامل لدراسة طوامر الاسناد. مم. والكلام دا يعني او اللي عايح صال الفترة. انا مقلم على القطاع الخاص انا معرفش شغل شغل انا انا يمكن مش ملمة بموضوع التسعير قوي او مقدرش افيدك فيه. يعني عشان برضو كون صراحي معاك. بس اه اللي انا قدر افيدك فيه هو الحصر والشبع. فانا قدرت افيدك بالقدر اللي انا اعرفه صراح. الله يعزك هندسانة تحت عمرك في اي وقت. تحت عمرك في اي وقت. اي حد جماعة وزيسأل سؤال تاني. الحد عزيسأل تسؤال تاني شباب. تفضل بشمهندس لو اي. سلام عليكم. مهندس لو اي حبيبي عامل ايه? الحمد لله الاخبار. او امر يا هندس. اقول لك بشمهندس لو انا دلوقتي مهندس مع عند مقاوي. مم. وجايلي فيه مناقصة وكده وعايزين نعدي العطا بتاعها. دلوقت انا في المؤيسة لما بدي من استشاري. مم. بيبقى في كميات محسوبة. علشان ابدأ الاسعار بتاعتم كده مفروض بحصور تلك. لقيت ان فيه فرق في الكميات في بنود. يعني مثلا بند زي الخرصانة كان محسوبة. الخرصانة تلاقعد مثلا. مزبوط. فيه سؤال تاني غير ده? لقيت مثلا بند تاني اقل. انا حاصره اقل. في التسعير بقى هل يعني المفروض بقل الاستشاري ان فيه كميات ولا بسعر واني وفقته بقسمه. طب ماشي ماشي ماشي. فيه سؤال تاني. لا شكرا هندسة. بص يا حبيب موضوع كميات ده هندسة. موضوع كميات لما بتستلم الكراسة الشروط اللي بيبقى فيه مستلرات المشروع المفروض ان الاولوية بتاعتك هي مراجعة الرسومات التنفيذية. مراجعة جيدة. مراجعة العقد. مراجعة المواصفات وتسعير المشروع. احيانا اساسا بيكون بتكون اللوح سيئة جدا. فانت اساسا. واحيانا كمان بتكون مدة دراسة المشروع قليلة جدا. فانت احيانا ما بيكونش عندك الوقت الكافي لمراجعة الكميات. فبالتالي بتكون الاولوية الاولى لدراسة الاسعار وتحليل الاسعار. والاستلام او بمعنى اصح وتحليل تحليل الاسعار والاضطراع على العقد والشروط المشروع والمواصفات العامة والشروط العامة والخاصة. ففي الاول كده موضوع ممكن نسيبه للاخر. نسيبه للحصر النهائي. زي ما المشوهند السايد بيقول اهو في الشاج. نسيبه للاخر. وبعدين راجع الكميات. ولو فيه كميات زيادة. اه. نبدأ ان احنا نخد ايه نعمل مذكرة. مذكرة تجاوز ونعرضها على الاستشاري بورفقة باللوحات والمستنرات المطلوبة. ونبدأ ان احنا نديها المين. ونبدأ ان احنا نبعتها لا الاستشاري بورفقة عليها ويديناك كميات الزيادة دي. وطالما احنا بنتحسب هندسي مفيش اي مشكلة وده عادي. وارد يا بشوهندسين يكون في اي مشروع وارد يا بشوهندسين يكون في اي مشروع كميات متدوزة وكميات زيادة مفيش اي مشكلة خاصة. فيهندسة الاولوية الاولى بعد العطى ان انا ما بنجعش الكميات. الاولوية الاولى ان انا ادرس المشروع بتاعي. كعقد عقد وشروط عامة وخاصة وانا ابدأ اعمل تحليل اصعار المشروع وادرس المشروع كويس جدا. ممكن اخلي موضوع الحصر ده في الاخر. يعني ممكن اخليهش في الاول. ممكن اخليه اه طبعا لو عندي وقت خلاص ولكن في الاغلب الوقت ما بيكفيش احساسا. تمام? سؤال تاني يا شباب بعدرز لكم. محمد عنده سؤال? اتفضل مهندس محمد متفايز. تمام يا هندسة? ازاي حدودك? الحمد لله هندسة. الحمد لله تمام. بالطابة اللي هي لسه في كلية بتدرز دلوقتي. كنت عايز اتسأل حضرتك عن مرامج الشوب دروينج دي مسأل واحد يبدأ بيه الاحسن. في سنة كامية تانية مدني كده. بص يا هندسة في تانية مدني لا. في تانية مدني يا جماعة ابدأوا شوب دروينج ممكن تبدأوا وتبصوا في كوده التفاصيل من بعد ثلثة مدني. من بعد ثلثة مدني. من بعد ثلثة مدني تبدأ تهتم بالشوب. عاوز تتعلم اف تانية مدني تتعلم اتو كاد و اكسل. واهتم باللغة. لان الاجع بتكون حاضر يا مشواند سحمد. مشواند سحمد اللي موجود في الشاة. مشواند سحمد حاضر من عناية من عناية حاضر. الاولويات تتعلم اتو كاد و اكسل في الفترة بتاعتي تتعلم لغة لان اغلب الابحاث والمراجع هتلاقي باللغة الانجليز هي. اتعلم لحت اخر تلتة مدن. في الاخر في اخر تلتة مدن ممكن تبتدي تتعلم كاد وتتعلم كاد وتتعلم كاد وتهتم بالشوب درونج عموبون. لكن في المحالة دي لا. سؤال تاني يا شباب. سؤال تاني. حبيبي حبيبي حبيبي. يا هندسك. فادر بشواند سحمد. انا بس سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بشواند حسن. حسن زكري. اهلا من حضراتك. انت عليك صغير بس يعني الزميل اللي كان سأل على نسبة الارباح. تمام. تمام. انا قلت له. اهلا تحترم رد ساعتك. يعني انا يعني الحمد لله بفضل الله اشتغلت في اموضوع التحليل الاسعار. تمام. معاطقات اكتر من تلاتين سنة. ما شاء الله. مش مانس حسن اه. طبعا ده بتالف من شركة لشركة. اه احنا اساسا في الموضوع. تمام. بيبقى كل شركة لها اه دايما بتاعها بتاع مصروفاتها اللي هي متسجلة عندها اللي بتضفها على اي مشروع عشان تطلع نسب معينة غير نسب الارباح اللي الشركة عايزة. مزبوط. وده بيختلف من مشروع لمشروع. اه في شركة دخلة في مشروع حريصة جدا عنها تاخده. بتقلل جدا نسب الارباح. اه حريصة انها تتعامل معها عامل جديد. بتحاول انها تقللوا السعر جدا عشان تفعل معها. فهي بس الرد في الحتة دي الزميل انه الموضوع مش مربوط بحاجة. الموضوع تقريب شكرا. اه. ده موضوع تاني لما بنكون دخلين في تحليل سعره بيكون ممارسة غير المناقصة. المناقصة مفروض اننا الوضع انت عارف القوانين بقى الحكومية كل شوية بتختلف واحنا دلوقتي وضعنا مختلف ومن دولة لدولة بتختلف. لكن العمومة المشاريع العالمية كلها ان اللي بنسميه دايركت كوست او دراي كوست معلوش خلاف كتير بين المهندسين. مفروض ان لو ميت واحد يطلعوا سعيف جدا من بعض. الفرق بقى مين اللي بيرسع عليه العطاء او اللي سعره مناسب هو النسب اللي بتحطها كل شركة. انا معلش آسف ان انا. اشاكر جدا لمدخل. يعني عشان بس الزملاء يتفهموا انه موضوع النسب والارباح دا مش موضوع سابت ولو ارقام سابت. وانا بالفعل شفتوا في بعض المؤيسات خمسة وتلاتين في واربا. ونفس الشركة بتتراوح النسب عندها ممكن تلاقي دخلها في مشروع بخمسة وتلاتين وفي مشروع تاني بخمستان. سليم سليم. حسب ظروف المشروع وهي اهدفها ايه من المشروع? تسلم تسلم. شكرا جدا واسف اللي كنت يعني. ابدا. 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 ارحب بحضرتك بشوانت حاسن. بحضرتك تفت بالرغم يعني. لكن الحقيقة للمحاضرة كانت جميلة جدا. شكرا يا بشوانت. بشوانت حاسن ارحب بحضرتك طبعا يعني حراك منوّرنا. عضو مجلس ادارة شركة يعني يا حسن علام. فاشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا. الله يباركلا انا كنت زمان طبعا ابناء. ايه يا فاندم. ايه يا فاندم. ايه يا حسن علام انا. ايه يا فاندم طبعا محاضركم القيادات الكبيرة يعني واشكر حراك شكرا جزيلا. منوّرنا في المحاضرة. الله يباركلا. خلينا بقى على الخاص نبقى نشوف المعادل اللي حتى. ان شاء الله حراك ويعني ممتظرين محاضرة عن عن محاضرة الربير. شكرا الله. في الحفر نعفة. شكرا جزيلا يا فاندم. شكرا. محاضرة بتاعة الجزء بتاع اصلاح الموثير اللي كنا نكتبه. اه بالزبط. ان شاء الله يا فاندم. شكرا جزيلا لما داخل حراكت قيمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بش مهندس عبدالله سالم. اتفضل. الصوت يعني بش مهندس عبدالله مش واضح قوي. اه بالنسبة. معنش مش مهندس عبدالله. يعني الصوت حضرتك. ممكن بس تكتب لي السؤال عادي او او تكتبه لي في الشات افضل يعني. وناخد سؤال تاني ممكن. عشان ننتهز فرصة الوقت. اه طبعا طب ممكن نبص في شوية بعد يزن نحرك بش مهندس اه 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 انا 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 في الشات يا جماعة واضبة. طيب. تمام 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 تمام. اه. الموايسة التفاصيلية البندة زي. البندة الخرصانة المسلحة بيفرق ازاي عن الموايسة المبدئية. يفرق في الكميات بقى يا هندسة نتيجة وجود اخطاء ولكن هي طريقة التنفيذ واحدة. تمام. يا الله يا شباب. حد عنده سؤال تاني اكتبوه يا شباب. لو في سؤال يعني حاولنا. يعني هو 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 نفس البند. ولكن ممكن يختلف في طريقة الكمية. ممكن تطلع غلط. ولكن هو هو البند. هل فيه كود مصري لأعمال فيه هندسة فيه اكواد كتير جدا هتفيدك في شغل المكتب الفني. اولها مواصفات البنود بتاعت الاعمال. دي. 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 دي لغينة عنها يا موجود عندي ايه. وطبعا فيه اكواد لقدرتم مشروعات بشكل عام برضي. فيه يا بشوهندسين. فيه. وعلى فكرة الفايل فيه الاكواد. وفيه كتب. يعني فيه كتب بدل الاكواد فيه كتب كتير جدا. فيه كتب للحاصر والدكتور القصبي. وفيه كتب كتير جدا. وفيه كتاب دراك فيه كتاب اسم دراسة العطاءات من المستعير. المستخلص يعتبر على الحاصر فعلي اهم الهندسة على حسب يا هندسة في نص التعارض. المحاضرة اين تم اكيد مع البشوهندس محمد. حد عنده اي سؤال تاني يا بشوهندسين? حد عنده اي سؤال تاني. فيه سؤال. الملفات حاضرة حاول دي اطار فعلكم من عني. اه فيه سؤال بشوهندس محمد بيقول بعد ازنك يا هندسة لو الحصر بتاعي انا كم اول اقل من الحصر اللي جايلي اه في المعيسة التسمينية. حصر. لما اجي اخط لما اجي اخط سعر احط على الكمية اللي انا حصرها. ولا الكمية اللي في المعيسة التسمينية. هو انا هو بيتحاسب ايه? هندسة. بيتحاسب هندسة فعلي. ما هو ده السؤال. لو حصر بتاعي انا كم اول اقل من الحصر اللي جايلي في المعيسة التسمينية. اقل. او يس. كمية اقل. لما اجي احط سعر. لما اجي احط سعر على الكمية اللي انا حصرها. والكمية اللي في مؤسسة التسمينية. هندسة يا حبيبي. يا حبيبي يا هندسة. يا هندسة. المفروض ان انا بحط السعر. يا هندسة انا بحط يعني هنفترض ان البندجة كمية واحدة في الموقع وفي اللوح. اللي اتنين ما فيش منهم خلاف. المفروض انا بحط السعر. على الطريقة اللي متنفس بها البند. على طريقة التنفيذ البند. على الخمات. على المول. انا مليش دعوة بقى كميته اكبر ولا اقل. انا اتمنى ان انا كن قدرت افهمت السؤال. انا يعني اتمنى ان انا انا كم اول اقل من الحصر. لا اتمنى ان انا انا كدرت ارده عليك انا مش فهمك اولي. تمام تمام. المستخلص يعتمد على الحصر الفعلي ام الهندسي? قلت له قلت له قلت له على حسب اه طريقة التعاقب نفسها. تمام. اه. الموقع فحطت كناتا في الموقع لمن اللوح. تمام. اه في سؤال تاني برضو. اه طيب ناخد مداخلة من مهندس اه شربيني الاول. تمام. وبعدين نتفضل يا هندسة. انا السلام عليكم. وعليكم السلام وراح طلوبة كده امر يا هندسة. الوقت ايش مهندس فيه مثل في بداية الموضوع خالص لما بيكون في بداية العطلة لما بيشتركوا رص الشروب بيكون كمية الاسعار بتاعتها المصعبة تمام? مظبوط. وانا بقى مفروض ان انا علي ان انا بحط السارع. عشان اشوف عطو بيارس عليه ولا ما يرسل. طيب فرضا وموضوع الحصر حضركم تقول يعني ما انتجهش ليه. الوقت خالص يعني براجع الرسومات التنفيذية مع المعمارية والكلام ده. ممكن تخلي الاولويات لحصر طيب انا طيب افرض الكميات مسلا انا هعمل حصر انا افرض الكميات زيت عن المقاول او قلت. انا هسعر على اي اساس بردو? اندسة انت بتصعر تبقى للمواصفات البند. ما بتصعرش تبقى للكميات. يا رب تكون يا جماعة نفس السؤال حسس انه نفس السؤال اللي كان المسؤول الاخير. لان انا قبت علي. حاندسة انت بتصعر تبقى لطريقة مفيز البند الكميات. الكمية قالت الكمية زادت انت ليه الكمية? انت هتاخد الكمية. يعني لو ايه كمية زيانة. المنافسين لا في الموقع? ولا ال... بس انت وانت بتصعر ببتصعرش غير على طريقة تنفيذ البند نفسه. يعني مواصفته صبب بخلطها نحلة. يبقى انت هتشوف الصبب بطريقة اساسها. فيه اختبارات ولا ما فيش اختبارات هتصعر على اساسها. طب البند ده فيه قياس درجة حرارة طب فيه دمك طب فيه هز تنفيه معالجة. ده مش بيفرق الكمية. ورقة التنفيذ. وصل لك الفكرة? تمام. والموقع والخامات اللي دخلها فيه. الكمية قالت او زادت بقى تقدر تاخد كمية زيادة بتاعتك. طب تمام. افرض الاستشارة مسلا معاها حصر هندسي. تمام? والكمية اصلا لان نفسته في الموقع ازياد من لغة الهندسة. المفروض مهندس بيعمل تحليل اسعار. يكون عامل حسابه في الحاجات دي. فاكر بندل عزل اللي انا وريته لك نفس السؤال على فكرة. قلت لك المفروض مهندس اللي بيعمل تحليل اسعار يكون عامل حسابه في انه عارف ان الكمية اللي في الموقع ازياد. يعني بيبقى في المرونة في الموضوع المفروض ده 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 اساسي. وخصوصا انا قلت لك مهندس اللي بيعمل تحليل اسعار لازم يكون عامده خبرة. خبرة كافية. تمام. وسطك الفكرة. تمام يا هندس. شكرا مهندس شربيني شكرا جزيلا. في مهندس اسلام. انا عارف ان احنا تعبنيك بش مهندس اه يعني بس اه. لا يا هندسة انا تحت امرك. برك الله فيك يعني وفقدك. اه مهندس اسلام. الله يعزك. عمارة تفضل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ازاكي هندسة. ده امر. الحمد لله تمام. انا اتشرفت طبعا لان انا حضرت الحضرتك السيشن ده. اتمنى اكون اه اطلعت باي استفادة. اكيد اكيد. اكيد. الله يكرمك. الله يكرمك. كان عندي بس تعليق على. كلام المهندس الشربيني. اه وعلى رد حضرتك. هو المفروض ان بيه مصاريف. مصاريف تشغيلية. يعني لو انا عندي اه عشرة متر خرصانة. فانا احتاجي. ان انا اجيب نحن يا عمار كده عامل. وكده فالجوم مصاريف معينة. ماشي. العشرة متر دمبت. لو بقوا ميت متر. فهيبقى نفسة المصاريف التشغيلية دي هي هي. اه اه اكيد. اه اه اكيد هيكتلمها في الساعة. اه انا مش هسعر على اه الوحدة بس. طوصو ده ان انا هبدأ ان انا اضيف اه اضيف التشغيلية الناتجة من تغير كيميات. نفس كمية. في زيادة عمالة في زيادة معدات في زيادة خمات ده اكيد. مش كده. اعني انا دلوقتي عندي نحلة مسلا. الله هجبتها نحلة. فانا هجبتها نحلة. تمام. اليوم ديت انا هستخدمها في عشرة متر. مصبوط. اهي انا مسلا هتاخد مني الف جنيه. مصلا. وكبتها عشان تعملي ميت متر هي بس اليوم هتاخد مني الف جنيه. مصبوط. كلام حضرتك سليم جدا. فانا لما اجي اوزع اوزع اه تحميل تحميل النحلة دي. دي على عدد على الكمية هيختلف. فسعري وانا رايح انفز عشرة متر مكعب عن مسلا مهانس محمد غير لما انا رايح انفز ميت متر. كلام حضرتك سليم جدا. فكده انا مش هنطق للاتنين نفس السعر. لا. تمام سليم سليم. تمام. تمام. كلامك سليم جدا يا هندسة. كلامك سليم جدا. العمالة هتزيد واليوميات هتزيد لان الشغلة هيبقى هيكون اكتر. فده هيأثر في السعر. سعر الواحدة. مصبوط مصبوط. 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 فانا كده ما بسعرش الواحدة بس فانا الكمية التقريبية اللي هتبقى موجودة في. المؤيسة اللي. بتعمل فيها المؤيسة اللي. مصبوط. بس فانا حبيت برضو وضح النقطة دي ان انا ما بقى مش الواحدة كده. ولكن في اغلب المشاعة ما بيكونش للأسف ده حتى ساعات بيجيب للواحد تندر او اللوح الاولية للتعاقد في المستمد ما بيكونش واضحة اساسك. بيكون سيئة جدا. مبعرفش حصور مينها كمية. تمام انا هحصل على قد وقت. وبعدين بقى في جلسة جلسة الاستفسارات. حلو. بقدم الاستفسار بتاعي وقدم بشوف ان الكمية دي قد ايه وبسأل فيها على الاسئلة دي في في جلسة تانية جلسة الرب. مصبوط. مصبوط. تمام. وآآ تمام فانا حبيت بس اوضح النقطة دية حشان. كلام حضرتك سليم جدا. آآ في حد تاني سأل قالك ان الاستشاري بيتمن ازاي? هو الاستشاري ما بيتمنش. بس على الاقل لازم يكون عارف تكلفة ده في الشغل العادي لازم يكون عارف. الاستشارة بيتمنش. لا الاستشارة. تحليل السعر. ومن ضمن المستخدم يطلب تحليل السعر اللي المقاول عمله. عشان بعد كده لو فيه نسبة نسبة وفر او زيارة. نعرف ازاي من حاسم من الاول ده. آآ بناء على تحليل السعر بتاعه. سليم. ومسلا بيبقى حاضت ان انا انا بامب انا جبت كده كده جبت بامب. كده كده مثلا جبت آآ شابية قد كزا. آآ فنبدأ بقى نحصر نشوف ايه ايه اللي فرق معاه. نشيله الماتيريال بس من تحليل السعر ده. سليم. ونسبة آآ المصاريف هي. يعني بمعنى صحة الاستشاري بيكون عنده اسعار. انا اللي بجيبها له. انا والشركة التانية والشركة التالتة بنقدمها له. فهو كده بيحسن على التسمين. وهو بيبقى عنده انشف. فبيبدأ ان هو يختار. يختاره. قال لخمس اسعار مثلا. الكواليتي والطايم. ها يجوني نفذ الزبط كده. فنشوف هذا وبعدين بيجيه احسن حد هينفذله جودة ووقت وبعدين سعر المفروض. او حسب اولويات المالك نفسها. ممكن اختار اولويات المالك نفسها. تمام. ده حسب اولويات هو عايز يوفر في ايه. او ايه اللي هيفته معايا. بس فديك شاكر جدا جدا لمدخرة حضرتك يا هندسة. الله يعزك يا رب. الله يكرمك. الله يعزك. اه هندسة في مدخلة تانية سازنك. تمام مع حضرتك. تمام عشان احنا يعني خلاص قدامنا مثلا الخمس زي ان شاء الله ونختم السيشن يعني. تمام. تمام. فاضل بشوانس. مساعد خليه هندسة. مساعد خليه هندسة. مساعد خليه هندسة. معلش بس هو سؤال سؤال بسيط جدا يعني وهو انا لسه ببدأ ببدأ في الحصر وبتعلم الحصر فانا اعرفوا اني لما بحصره لما بحصره البلاطة بيبقى ما بينه الاربع كمرات بتحت. ماشي. تمام. تمام تمام بالنسبة للعمود اللي هو بمسلا لو ارتفاع ثلاثة متر. انا ثلاثة متر زائد سمك البلاطة لاني انا كنت اتكلمت مع حد قال لي لأ انت ممكن ما اتدخلهوش مسلا انت لو خدته بارتفاع العمود حيب. ولو انت بارته ترى البلاطة حيبت لي سعر تاني يعني انا مش عارف. هو الحتة دي انا برضو مش. اه. اقول لحضرتك حاجة انت لو تتكلم عن الحصر هندسي. لو تتكلم عن الحصر الموجود في الكود والموجود في. الموصفات المفروض ان يقصر ارتفاع العمود من بداية العمود لحد اسفل البلاطة من تحت. بمعنى ان احنا ما بندخلش معنا البلاطة. والكاميرات بتقص سقوط. البلاطة بتقص سقوط. ما بتتقص عمق. يعني ما بناخدش سمك البلاطة. والبلاطة بتتقص من بره مش من جوه. يعني لو احنا هنحصر زي ما هم موجود. موجود. وصل لك الفكرة ولا لا? يعني الكامير سقوط. والعمدان الكامير هيتحسب سقوط. لو انت معك وراء وقلم. الكامير سقوط. العمدان لحد اسفل البلاطة من تحت. البلاطة تتحسب لوحدها. وصل لك الفكرة واحيانا بيكون في. يعني. تفضل. معاك. معاك. تفضل. يعني انا دلوقتي ما انا اللي حصرتها مش العامل. والبلاطة ما بين الكاميرات. لا البلاطة من بره. البلاطة من بره يا بش مهندس. لا انا جزي على تفصيلي. يعني ايه. ممكن اخذ البلاطة من بره واجيب الحصر بتاعها جدا. لكن التفصيلي بتاعها. انا اقضي. يعني ايه تعملها تفصيلي. يعني اخذ مثلا ما بين محزل اللي هو ما بين الكاميرا واحد واثنين مثلا. وثلاثة اربعة البلاطة ديها مثلا سمكها كزا في الحجم التالي الخرصانة كزا. ماشي انا معاك. انا فاهم اصدق بس هو على اي حال البلاطة لو انت هتاخد ارتفاع العمود لحد اسفل البلاطة هتاخد البلاطة من بره لان انت هتحسب الكاميرا سقوط وش هتحصل عمود. يعني هتاخد معاك الجزء الخارج كاميرا. ايوه هتخش معاك في حساب البلاطة. وصلت ولا لا? تمام 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 جزء. طيب عموما عمود من تحت بيبقى الجزء وخصوصا العمدان بتاع الدور الارضي الجزء المدفون من العمود في تحت بيكون الجزء ده مضاف او بيكون له بند لوحده. يكون مضاف لخرصانة الاساسات. في حسب معاملة الاساسات. وصل لك الفكرة الجزء الموجود اسفل خرصانة الدكة عموما. اللي هو الجزء المدفون تحت. ده بالنسبة لعمود الدور الارضي. طيب شونز محمد في المهندس جون عنده سؤال خاص بعمال الكهرباء. انا شفته. اه اوكي. اتفضل شونز جون. شفته سواني. سواني يا هندسة. شونز محمد. ايوه هندسة مع حضرتك. مساء الخير في الاول. انا مش اخد من وقتك كتير. تحت امرك. بس انا وقتك في تركيز. كده هي مش في الكهرباء بالضبط. بس هي تسائر الكهرباء. يعني انا كنت بقدم في عملية. ومارستش عليا. شركة التالية اخدتها. فبعد الاسعار. اما اجيت اراجع الاسعار. لديت الفرق كبير جدا. فالشركة التالية اللي اخدتها. اكتشفت ان فيه غلطات كتيرة او في الكمية. قدت منها السعر بتاعي بيه عالي جدا. زي مثلا اللوحة الرئيسية. هو كاتب مثلا في الكمية. كاتب مثلا في الكمية. فانا مثلا حسبت اللوحة الرئيسية مثلا على الف امتين. هو البند نفسه كانت وحدته ايه بزرطة؟ بالمعطوعية. معطوعية تمام. انا مشيت على ان انا هجيب اتناشر طلع عندي مثلا اربعتاشر الف وكسر. تمام. هو بقى كتب ان المسلا بالمعطوعية مثلا بثلاثين جنيه. فلما درب تلاثين في اتناشر طلع الرقم عندي وزر. فده لما ايه اكتر من حاجة واعمال حصر كابل اما عملتوش حصر. طلع ان الاجمال بتاعه انا كبير جدا. والاجمال بتاعه هو. والاجمال جدا. نعم. اه لان هي الكمية فرعت. هو عمل ايه بقى هو قصة الكمية دي على الرقم. انا فاهم. انا فاهم حضرتك بس. بس هي المشكلة. مخدش اعرفة وصولتك في التكست فقلتك كل من قدرتك. حضرتك في فونتس انك مصعر البند بمعطوعية. يعني البند كله بالوحدة الوحدة. كله على بعضه. واخد العملية كلها. كلها على بعضها. فالمفروض لو في واحدة كهرباء المفروض بتكتب له اجمال قيمة البند. هو ما بتكلمش. ما بتكلمش على اجمال واحدة راح تاني البند. مفروض تستفسر عنها. يعني. لو دي برضو حضرتك كان يتكلم فيها. دي حاجة برضو لو كان في جالسة استفسرات كان ممكن تتكلم عنها. لأن دي سببت سؤتة فيهو في الاختيار العطى نفسه وتقيمه. يعني حضرتك كنت بتحسب بنسبة لوحة واحدة. صح؟ حضرتك في فتح المظريف. في فتح المظريف لما جيه السعر اتعرض. فخلاص هو قريدي هو سعر واقلي مني. فهو رست عليه. انا جيت بما قلت اقرى السعر بتاعه لانا لقيت السعر كبير قوي. فالقيت ان هو مقصابي. يعني هو الـ 1200 دي هو واختة. بس هو مقاسم الـ 1200 على الـ 12. فبطلع ان الـ 100. انا كاتب. تمام؟ المشكلة ما بينكم كان المفروض في عرض السعر. كان المفروض يبقى بالأول شكله عامل ازاي. لان على فاكرة ممكن يكون أصعاب كنتم. اثنين متقربين. تقريبا هي كده يا الاسعر تقريبا واحد. بس الفرق الكبير جي في القرى في ان هو عامل الكبير. فمش عارف ان هذا العمل هو اصلا صح او غلط. والله اندسة ده هيرجع باللجهة اللي هتستلم العطاء. ولكن حتى في مهندس يقول فيه جلسة التظلم. ولا مفيش جلسة التظلم. لا مفيش. للأسف. لا مفيش حد راجد. انا اكتهاد. ان انا اشوف لان انا اكيد. اما انا الغلط عادي اما الغلط. بس اكتشفت ان هو مفيش غلط. او حضرتك شغال صحة ولكن الفكرة كلها باكت هنا في حتة اخراج التحليل السعر ده. او بالنسبة هل الوحدة الوحدة. حتى فيه مهندس الاسلام يقولك نوع العقد ايه؟ نوع العقد. بمعنى نوع العقد ايه مش فاهمك. نوع العقد ما بينك وما بين الامر. لا ده من المالك يا فندي معنى طول. ده جاعة خاصة. كل الاسئلة المهاردة كانت في التسعير يا هندس. يا تقريبة المشكلة في الحتة دي. انا اشكر جدا لحضرتك. الله يكريمك يا رب. الله يكريمك يا رب. تسلم تسلم يا رب. تسلم تسلم. انا عايز مش مانس محمد بس مانس صفة عنده مداخلة. لا انا تحتاج. اخيه ان شاء الله. تمام تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. امري بحونة صفة. بس كنت عايز اوضح حاجة بالنسبة للمأسات. انا بشتغل في مكاتب استشاري. تمام. المأسات لازم في تفاوتات مسموح بيها في الكون. مثلا انت مثلا كنت تقوله عامورت انا من عشرين في تلاتين. وهو في الـ في الـ في الـ اللي هو الجدول اللي فيه. او 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 او. لو احنا بنعمل الـ المطابقة اللي هو. ايوان. لازم المأسات يبقى زي مطابق تماما للجدول. تمام. لازم يبقى تفاقشة قبل التنفيذ. لان لو تنفذ فيه صنط زيادة. تبقى المؤاور مضطر ان هو يشير الصنط ده. تمام. كم. مهندس معماري اعمال معمارية. واعمال ميكانيكية واعمال كهربائية. تمام. تفصل في المصانع بالملة. برضو نقطها الكلام حضرتك. حضرتك بتتكلم عن التجاوزات في اعمال التنفيذ. ان السماحيات في التنفيذ صح? اه فيه سماحيات. اه ده اكيد ده اكيد. ده اكيد فيه سماحيات. السماحيات بتتلغى. اقول لك ما فيش حاجة متسموحة لات ان تجيبها. ماشي. فيه سماحي. ماشي. ولكن انا بتكلمش الوقت عن سنة. انا بتكلم عن مطابقة لوحات مستلامها. لازم يكون شغلي سليم. في مطابقة اللوحات. ولكن بيبقى فيه سماحيات. يعني مثلا ميلي العمود. فيه سماحية. ميلي صحة ولا لا. حاجات بسيطة. او اتنين ميلي. وصل لك الفكرة. لازم بيبقى فيه مطابقة. بدون مطابقة للمعماري. ده اكيد. ده اكيد. وده احنا قلنا البقى الفضل فيه يرجع لتكنوجيا البيم في الموضوع ده. خصوصا في المشاريع الكبيرة. ولكن السماحيات التنفيذ موجودة في البيفاع. ولكن السماحيات اللوح اكيد مش موجودة. لان السماحيات دي لو كانت موجودة في مطابقة اللوح. وانا سبت العمود زيادة خمسة صمتة عن ما هو موجود في الجدول. ساعتها الاستشارة هيقول لنا. اصرف كمية. وصل لك الفكرة. اهم حاجة. احنا تبقى الاتنين متفقين. ولكن فيه سماحيات في التنفيذ. اه سماحيات حاجات بسيطة. ساعت بقول لك. سامحيات بسيطة. يعني اقول لك مثلا مواقب حصل معنا قبل كده. كان فيه عندنا مساح. مساح بطابط. اللازل بيحط اللقط بالتوتال استيشن. فغلت الدرجة تقريبا. الدرجة ديت في حوالي متين متر. جاءت خمسة وعشرين سنتي. جاءت عملت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. وكننا بنصب اللبش. اللبشة كل اللبشة. لفت الدرجة ديت. لما جاينا نحط. كانت اواعد اصنصرات. كانت خمسة وعشرين سنتي. وهو غلط في ايه؟ درجة. فتبقى لك. يعني مفيش مسموح حتى بربع درجة. حتى بربع درجة. حتى بربع درجة بانتفات كبيرة. بتأثر معنا. قالوا لنا زمان كده ايه؟ انت بتقيس مرتين. وبتقص مرة واحدة. فلازم يبقى متأكد مية في المية من المقاسات. قبل ما ينزل الموقع وقبل ما يننفذ. علشان حسوبها لأي خطأ. لأن اي خطأ المقاول هو اللبش يشيره في الآخر. فالمقاول لازم ينزل. سليم جدا يا هندسة. بس لك كنت حبيت تنبيه. لان متابعتك هندسة ومدخلتك والله. الله يعزك الله يكرمك. بس لهم. بش مونس محمد ممكن مونس احمد من اليمن يدخل مدخل عشان هو يعني اه. تمام تمام تمام. تفضل بش مونس احمد. السلام عليكم. محمدس احمد. ايوة معك. اهلا بيك. استاذ الحبيب ما شاء الله. تسلم اخي مفوض. استاذ العزيز بس تكلمت عجل ما نطول على الجماعات. تكلمت على حسابة الأعمدة. تمام. وتحسب أنت طبعاً كانت تتكلم على وطبعاً سعر العمود عادةً بيكون أغلى من أسعار البنودة الخرزانية الأخرى أكيد نتيجة ارتفاع الإقليم عشان كذا فبيكون المقاول هو الأولوية إنه إما يختار إنه يكون يعني مثلاً لو كانت نظام الكامير والنظام الأبيام أيوه 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 وفيها جسور مقلوبة وجسور ساقطة بلطات الكاميرية الكاميرية أقول له حتى لو في جسور مقلوبة حتى في البلات سلاب عادةً بتحسب المجال أو المصلحة إنه تخصم من الارتفاع بتاع العمود تقريباً تمام تمام حبيت أتفسر منك فيها يعني الجزء المتداخل الكامير مع العمود المفروض عندنا بمصر عندنا بمصر أوكي يحسب حندسياً وتبقى للكود مع العمدان يا سلام آه هو من مصلحنا صحي حضر لا خلط سمعني؟ لا أيوه أيوه الفكرة إنه هو هو وقت هو مش مش مهندس المكتب الفني والاستشاري اللي اللي بيكون له الرأي لا هو المقاول اللي بي مثلاً في حالة إنه نفس سعر البلاطة هو لو نفس السعر لو نفس السعر ونفس الإجهاد لو نفس السعر ونفس الإجهاد المقاول حر مش أنا اختلف كتير نظر لو نفس السعر ونفس السعر أما لو في خلاف السعر عندنا طريقة للمواصفات بيحسب ارتفاع العمود من أسفل البلاطة فالجزء المتداخل من الكاميرا والجزء المتداخل ده بيحسب بالأساس الجزء من الكاميرا بيحسب مع العمود كلام جميل جداً تمام أخي الفاضل ده عندنا بمصر ولكن أنا مش عارف آآ برضو عشان الحق يقال مش عارف الوضع آآ الوضع بيكون ازاي برا مصر سلام جميل بس برضو شكله الأجرب إلى العجل والمنطقة برا تمام أخي تسلم تسلم طيب هو ابو شمانس محمد برك الله فيك يعني هو في طبعاً أسئلة كتيرة خاصة بتغير الأسعار وإزا حصل أنا 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 معايا لينكل معايا لينكل أكاونت بس مش عارف أبعاته أنا خدته كل بس مش عارف أبعاته في الشات للأسد طيب طيب أنا أنا قلت لهم الصفحة يعني على الفيسبوك بتاعت بهم أرابي إحنا ممكن نرفع عليها إن شاء الله يعني نحاول نرفع عليها كل حالة تمام إن أمكان يعني لو حراك سمحنا في برضو حاجات خاصة بتغير الأسعار أثناء موضة العملية أو حصل أي لقدر الله حاجة يعني أو زي البنزين لما بيغلق أو أي حاجة كلام ده كله فروغ الأسعار والحاجات دي فتيها قصة كبيرة يعني أظن أكيد بيتعوض بما أول عنها يعني موضوع فروغ الأسعار ده له اشتراطات معينة ولو المفروض مدة المشروع تكون لها وقت مع أسعار بيكون تعود خلال فترات زمنية محددة أكيد ولكن في الأغلب فيه أحيان بيتم بيبقى فيه فروق أسعار ولكن لازم يكون لها اشتراطات يعني لازم يكون لفرور فرور معينة تبقى للقانون فمش في كل المشاريع بيتطبق فيها فروق أسعار تمام في باش موانز بس آخر مدخلا إن شاء الله وحنختم بايزنا الله تفضل باش موانز تمام تمام السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا هندس وأمرني أهلا بحضرتك مع حضرتك بكتور مهندس محمد رامزي المكتب الفني بدرت الأشغال فهيتم أهلا بحضرتك أهلا بيك أنا بس فيه جزئية صغيرة كده كانت أصيرت من فترة بس أنا طبعا لجمال الأسئلة والإجابات يعني انتظرت لما أسمع بقيت الزمن يعني هو موضوع التسعير على أساس توصيف البند أو الكميات الموجودة تمام جزء أساسي من شغلينا يعني فأنا فيه جزئية كده حبيتك إن أنا يعني أتكلم مع عصياتك فيها بالنسبة لنا فيه عقوب تبقى عملية إنشائية أو عملية واحدة فبيحاول المقاول على قد ما يقدر إن هو فيه توازن في السعر بعيس إن هو ما يخسرش أو على قد ما يقدر إن هو يكسب من كل البنوت فبيراعف مع يعني الكمية المنفسة بس طبعا التوصيف هو التوصيف البند هو اللي بيكون غالب عملية التسعير إنما في عندنا عقود تانية يعني عقود صيانة سنوية للمباني السكنية والإدارية للهيئة ودية بتبقى عقدي سنوي وبيمتد كمان شهرين في هذه الحالة في هذه الحالة المقاول بيحاول يركز على البنوت التكرارية اللي هي البنوت اللي شغالة على طول معها في المباني السكنية بيبقى في حزبة مثلا مية مئة وعشرين بند هم اللي شغالين معها على طول وفي المباني الإدارية بيزيب العدد شوية فبيبقى في التسعير يعني إحنا بس طبعا بيبقى فيه جلسات مناقشة لأن هي فيه شركة أساسية من الشركات الهيئة هي المتوقع الوضوع وبتجيب باطل من خلالها يعني بيبقى التركيز على دي فالبنوت التكرارية دي يعني معناها الكمية هو بيشوف الحاجة اللي هي بتشتغل معها على طول فطبعا بيستميت إن السعر يبقى بتاحها كويس تبقى لها ويتمعات دي اللي هتكسبه بمعنى صح وبالنسبة للبنوت التانية حتى لو توصفها حيخسر معها شوية أو حيبقى بها ضعيف أو كلام من كده ففي هذه الحالة هو برضو ممكن ما بيركزش فيها قوي أو يتنازل فيها شوية في مقابل إن هو يرفع من البنوت اللي شغالها والأساسي بعد ذلك حضرتك الريفرنس الأساسي بيكون لمواصفات البند تمام بس هي قصة الكمية هنا بتدخل لأنه هو بيدور على الحاجة الريجولر اللي هتشتغلها على طول يعني هو عارف إن المية مية وعشرين بند دول هم دول اللي هيشتغلوا معاها بكسافة تمام جيد على مدة طويلة بيبقى استماثة على البنوت الفكرارية اللي هتشتغل تمام جدا تسلم شكر جدا من دخل حضرتك الله شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور رامس شكرا يا دكتور شكرا يا دكتور بارك الله فيك يا دكتور تمام إحنا شكرا جزينا محمد وشكرا للوقتك الغالي يعني والله أنا أتمنى أكون قدرت أفتكم وأنا شكر لبيم أريبيا وشكر لحضرتك وشكر بشمالك سيومر وشكر لكم جدا مضايق بارك الله فيك وإن شاء الله يعني نلحق في حلقات قادمة بإذن الله ودايما مشرفنا كده إن شاء الله وشكرا لوقتك الثامين ده والله ربنا خليك في رعاية اللي يا جماعة وبرك الله فيك سلام علي مع السلام مع السلام بخليك وعرائكم ان شاء الله بسا أنا حاية بأوضح حاجة ان شاء الله المحاضرة فيه محاضرة قادمة يوم الحد إن شاء الله بإذن الله فيه محاضرة قادمة إن شاء الله جمع الحد مع دكتور محمد الفران وأستاذ في قليلة هندسة وجامعة قاهرة إن شاء الله عن موضوع الـ PIM تكنولوجي لو الناس عايزة تعرف يعني الـ PIM عموما تمام وهتكون محاضرة قوية بإذن الله وهننزل اللينك بارضو بتاعها على PIM أريبيا إن شاء الله شكرا جزيلا لوقتكم وبرك الله فيكم جميعا السلام عليكم